موسيقى مشاهدينا مساء الخير نحييكم في حلقة جديدة نتساءل أحيانا هل نجحت قوات التحالف في اليمن أم فشلت هل قضت على الجماعات الإرهابية وعلى الأطماع الإيرانية أم قضت على اليمن نفسه نتساءل أيضا هل يمكن إرسال قوات برية إلى سوريا فيما يتعلق بالجانب المحلي بنا في مصر نتساءل كذلك هل تمكنت مصر مع قوات التحالف من إحكام السيطرة على مضيق باب المندب لمنع العبث به خاصة أن العبث في هذه المنطقة يخنقنا اقتصاديا هل توجد خلافات بين مصر والسعودية تتعلق باليمن ما هي طبيعة العمليات العسكرية التي تنفذها مصر في اليمن حننقش كل هذه القضايا مع شخصية مهمة جدا تطل علينا دائما لتقديم المعلومات فيما يتعلق بالعمليات العسكرية لقوات التحالف العميد أحمد عسيري مستشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف وعصفة الحزم من قبل عميد أحمد عسيري أهلا بك أهلا وسهلا أهلا بك في الرياض وفي القاعدة الجوية نورتنا أهلا وسهلا أهلا بحضر من القاعدة الجوية فبالتأكيد يعني حيضغى الحديث عن الجوانب العسكرية مع أنه خلاص تدخلت العسكرية مع الجوانب السياسية والأمني السؤال لو عايز محصلة يعني أقدم للمشاهد محصلة عن نتائج كل ما تم في اليمن تحديدا السؤال اللي أنا قلته في المقدمة نجحنا أم فشلنا نجحنا في القضاء على الجماعات الإرهابية والأطماع الإيرانية أم قضينا على اليمن نفسه السؤال محق لجميع اللي تسألوا وحتى نكون منطقيين ومنصفين عندما نقيم عمل معين يجب أن نقارن الوضع قبل هذا العمل وبعده حتى تصبح العملية واضحة ماذا كان الوضع قبل السادس والعشرين من مارس 2015 كانت ميليشيا تنقلب على حكومة يمنية شرعية بقوة السلاح ولعل الأحداث التي تمت في ذلك الوقت لا يقبلها عقل من انتهاك لحرمات المواطنين نظام العقوبة الجماعية الإيقاف القصري للحكومة وللرئيس الشرعي لليمن تعطيل العمل السياسي والعمل الأمني في اليمن معاقبة المواطنين والقبائل وغيرهم بأشد العقوبات عندما يرفضون دخول قوات الميليشيات لمناطقهم ولعل أهم ما كان وأشهرها هو تفجير المنازل بمن فيها تفجير المنازل والمشاهد موجودة تلغيم المنزل ثم يقال للشيخ إما أن تتبع الميليشيات القرثية وإلا ويتم تفجير المنازل وكلنا شاهدنا هذه المناظر على قنوات التلفزيون لا أعتقد أن في عقل يقبل هذه الوحشية في القرن الواحد والعشرين هذا من جانب من جانب آخر أنه دول المنطقة لا يمكن أن تقبل بالموديل الإيراني وهو إنشاء ميليشيات مسلحة في الدول العربية للسيطرة على القرار السياسي في الدول العربية هذا موديل إيراني؟ إيراني والجميع يشاهدوا أن إيران تتحكم في بعض الدول العربية اليوم من خلال ميليشيات مسلحة لبنان يتم التحكم فيه من قبل ميليشي حزب الله الإرهابية سوريا الإيرانيين جلبوا كل المقاتلين والميليشيات من خارج سوريا لمقاتلة الشعب السوري العراق إيران أنشأت عدد كبير من الميليشيات لإحكام السيطرة على العراق وكانت ترغب في تكرار هذا الموديل في اليمن وإنشاء ميليشيات مسلحة في اليمن للسيطرة على اليمن وإحكام قبضة على العواصم العربية التي كانت تعاني من عدم الاستقرار لا يمكن أن نقبل بذلك إذا أتينا إلى شان آخر وهو الأمن الوطني السعودي الأمن الوطني السعودي كان مهدد بحكم وجود ميليشيا مسلحة تسيطر على مقدرات جيش نظامي صواريخ باليستية تصل مداهي إلى 550 كيلو طائرات دبابات مدفعية وخلافه وكل هذا في تحت سيطرة ميليشيا خارج القانون حتى لا تستطيع أن تحاسبها لأنها ليست دولة ستحاسبها تتحدث عن ميليشيا يعني إلى هذا الحد ده كان يهدد أمن السعودية؟ ما في شك أنت لا يمكن طبعا الجميع يعلم أن العلاقة السعودية اليمنية علاقة تاريخية بحكم الجوار لا يمكن أن نغير الجغرافية منذ بداية إنشاء هذه الميليشيا وهذه الميليشيا نشأت في محافظة صعدة محافظة صعدة هي المحافظة المجاورة للحدود الجنوبية المملكة العربية السعودية ازداد عدد الأشخاص المهربين عبر الحدود وأصبحت خط مؤكد لانتقال المهاجرين الأفارقة عبر القرن الأفريقي لليمن وصولا للمملكة العربية السعودية والجميع يتذكر أن المملكة حاولت في أكثر من مناسبة تصحيح وضع هؤلاء ولكن كان هناك كميات كبيرة من الأشخاص تعبر منها وهذا تهريب البشر يعاقب عليها القانون الدولي يعني نقلوا أفارقة إلى الأراضي السعودية؟ طبعا أنت تعرف عملية التهريب عملية مربحة ماديا وميليشيا كهذه الميليشيا تتكسب من هذا العمل الأشخاص الذين يقبض عليهم على حدود المملكة يحترفون أنهم يدفعون أموال للمهربين لنقلهم من جنوب اليمن إلى شمال اليمن ثم يطلق صراحهم للوصول للأراضي السعودية هذا جانب الجانب الآخر تهريب السلاح أكبر تهريب نسبة تهريب أسلحة على حدود المملكة تأتي من اليمن ومن المتكسب منها هي الميليشيا الحوثية والقبائل التي تخضع تحت سيطرتها وجميع يعلم أن التهريب مربح عندما يتم إيقاف الخلايا التابعة للقاعدة أو لداعش ونتتبع السلاح نجد أنه يأتي من اليمن ومن يسيطر على الحدود في ذلك الوقت هي الميليشيات الحوثية لدينا تهريب المخدرات كذلك كل هذه الأضرار المملكة كانت تتجاوز عنها لألا تؤزم الوضع وتحاول معالجة الوضع مع الحكومة اليمنية الشرعية أو مع الجانب الأمني لتجنب تصعيد الموقف مع الميليشيات الحوثية للأسف أنه الطرف الآخر رأى في ذلك أن المملكة متجاوزة وبالتالي تستطيع أن تبني قدرات عسكرية وأن تنمي وضعها وأن تصبح حزب الله آخر في جنوب المملكة تطور الوضع إلى أن أحدث الانقلاب وأصبح الوضع لا يمكن القبول به أن ميليشيا تسيطر واختطف دولة ومواطنين بهذا الشكل تطور الوضع إلى أن وصل إلى مهاجمة الرئيس في منزله في عدن باستخدام الطائرات المقاتلة الرئيس اليمني اليمني وهذا الوضع لم يحدث في التاريخ أن يغتال رئيس دولة باستخدام الطائرات المقاتلة قمة في الوحشية وقمة في عدم احترام الأعراف والقيم الدولية تعرف أن الرئيس اليمني حضر القمة في مصر وطلب من الدول العربية مساعدة اليمن للوقوف مع الشعب اليمني ضد ممارسات الميليشيات الحوثية طبعا ناهيك عن التأثير الإيراني في هذا الجانب ومحاولة زعزعة أمن المملكة زعزعة أمن المنطقة وتفكيك تنظيم الدولة في اليمن بإنشاء ميليشيا تعقل العمل السياسي في اليمن استجابت الدول العربية وعلى رأسها مصر هو المملكة العربية السعودية الأردن دول خليج المغرب السودان لأنه لا يمكن السكوت عما يتم في اليمن تل ذلك صدور قرار مجلس الأمن 22-16 الذي يجرم الإنقلاب ويدعم عمل التحالف والحكومة اليمنية الشرعية بس دائما قبل ما حدناك تكمل فكرة التدخل العسكري في دولة عربية تثير حساسيات كثيرة وحتى في صوابك تاريخية يعني ما زال الحاجز النفسي موجودا في النفوس حينما اتخذت هذه الخطوة هل كان يوضع ذلك في الاعتبار أنه ده تدخل عسكري في دولة عربية أخواني ننظر للهدف ما هو الهدف هل الدول العربية اليوم تتدخل في اليمن لأن لديها أطباع باحتلال أراضي يمنية أو احتلال اليمن لا الدول العربية تتدخل اليوم تخسر مواردها تخسر أبنائها لإغاثة المواطن اليمني وإغاثة الشعب اليمني وأن لا نكرر ما حصل في ليبيا الجميع يعلم عندما تدخلت قوات النيتو في ليبيا ماذا عملت؟ هزمت قوات القذافي فككت الدولة ثم انسحبت وتركت البلد في حالة فوضى هل نقبل بهذا الموديل؟ هل نقبل من يتدخل الأجنبي وننفر من تدخل أشقائنا العرب؟ لا الدول العربية عندما تدخلت تدخلت بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية لأهداف واضحة وكنا وأعلننا الأهداف أولا تدمير قدرات الميليشيات الحوثية وتقليل قدرتها على إدامة العمليات الأسكرية ثانيا حماية الشرعية والمحافظة على مكون الدولة وحماية الحكومة اليمنية الشرعية بدون حكومة لا يوجد دولة الدولة هي عبارة عن شعب وحكومة ونظام يحكمها إذا انتفت صفة الحكومة تصبح الوضع كما هو في ليبيا اليوم الذي نحاول بناء حكومة من جديد فلذلك المحافظة على تمكون الدولة وهي الحكومة أمر رئيسي الأمر الثالث هو إغاثة المواطنين الجميع يعلم الممارسات ونحن في المملكة كنا نراكب الوضع دقيقة بدقيقة كانت ممارسات تستخدم ضد المواطنين بوحشية لردع المواطنين على المقاومة هل يعقل أن تفجر منزل بالعائلة في داخلي ونسكت لا يمكن هذا الأمر وصلت الانتهاكات إلى هذا الحج لأنه هذه الميليشيات تود أن ترعب المواطن اليمني وتعلم بأس المواطنين اليمني فلذلك كان ما هي منهجيتهم من الأمن كان إما أن يتعاولوا مع الخونا من الجيش اليمني كالقادة الذين كانوا يدرونون بالولاء لعلي عبدالله صالح لتسهيل حركتهم باتجاه صنع لأنه يجب أن يمروا عبر مواقع تسيطر عليها الدولة اليمنية من يعتقد أن ميليشيات تستطيع أن تتحرك من أقصى شمال اليمن في صعدة إلى صنعها دون أن تجد أي مقاومة إلا أن يكون هناك تواطئ من قادة علي عبدالله صالح في الجيش في الجيش في الجانب الآخر يجب أن ينسقوا مع القبائل حتى لا تعترضهم القبائل كانت منهجيتهم القادة في الجيش الذين يقاومون كاللواء الكشيبي وغيره تفجر منازلهم بعوائلهم في داخلها حتى يرهبون غيرهم ويكفون على لا يمكن في هذا الزمن في القرن الواحد والعشرين أن نقبل بهذا النوع من ممارسات الوحشية وأطلعنا عليها جميع شقائنا العرب وأطلعنا الدول الكبرى في العالم على هذه المعلومات الاستخبارية بالصور وبالإثباتات أن ما يتم ممارسته في اليمن هي نوع من الوحشية التي لا يمكن تقبل وهي نفس ما يمارس داعش من وحشية في العراق وسوريا ولذلك ليست تدخل هدف وأطمع في اليمن ماذا في اليمن حتى نطمع فيه غير أمن واستقرار اليمن أمن واستقرار اليمن هو أمن واستقرار المملكة هو أمن واستقرار مصر هو أمن واستقرار السودان ليس في مصلحة العالم وليس دول المنطقة أن تسقط باب المندب في أيدي الحوثيين والمهربين والأرهابيين قبل ما كانت ناما جئنا لباب المندب يعني إلى هذا الحد كان من الخطر أن يسيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مضيق باب المندب تحديدا أخي واهل الإرهاب ينشأ دائما في الدول غير مستقرة متى ما كان هناك عدم استقرار سياسي عدم استقرار أمني يظهر الإرهاب إذا تحولت اليمن لما يحدث نفس الحال الذي يحدث اليوم في ليبيا وفي سوريا وفي العراق ما هو مصير من يحمي باب المندب إذا أصبحت الدولة اليمنية مستقرة تستطيع أن تساهم في أمن باب المندب ولذلك كانت إحدى أهم العمليات اللي نفذها التحالف هي الاستيلاء على جزيرة ميون حماية باب المندب ووضع قوات يمنية وقوات تحالف الضمان أمن الملاحة الدولية جزيرة ميون اللي تقع على رأس باب المندب على رأس باب المندب وبالتالي الذي يسيطر عليها هو الذي يتحكم في مدخل باب المندب مضيق باب المندب من أهم الممرات المائية في العالم اكتسب أهميته وخطورته بعد افتتاح قناة السويس التي ربطت البحر الأحمر بالبحر المتوسط لذلك فإن تهديد المضيق يقنق مصر اقتصاديا ويعرض أمنها القومي للخطر تعبر السفن وناقلات النفط في المضيق على محورين متعاكسين وإزدادت أهميته أيضا مع تزايد أهمية بترول الخليج حيث تعبره يوميا سبعة وخمسون سفينة وناقلة نفط نظرا لأهمية مضيق باب المندب أقامت الدول الكبرى قواعد عسكرية حوله وبالقرب منه إلا أن اليمن هي الدولة ذات الأفضلية الاستراتيجية في السيطرة عليه لذلك صارعت القوات البحرية المصرية مع قوات التحالف بدخول مضيق باب المندب بعد سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على معظم أرجاء اليمن ليس من مصلحة الدول العربية والمملكة على رأسها أن تكون اليمن دولة فاشلة وتصبح مرتع للإرهابيين وليس ببعيد قبل يومين بدأنا عملية كبرى ضد القاعدة في حضر الموت لأن لدينا منهجية في العمل العمل الأول هو هزيمة التنظيم الحوثي وصالح وهو ما سميناه بالعمليات العسكرية الكبرى ثم بدأنا مرحلة الاستقرار إعادة الاستقرار في المدن المحررة من سيطرة الميليشيات الحوثية كعدن أبيان المكلة والتي كانت تنشط فيها القاعدة وللأسف أن القاعدة كانت تنشى بالتعاون مع علي عبدالله صالح القاعدة تتعاون مع علي عبدالله صالح؟ طبعا الجميع يعلم أنه كان هناك تعاون لسبب واحد علي عبدالله صالح لديه منهجية أنه داما هناك القاعدة تعمل فستجلب الدول الغربية قواتها وسوف توقف عمليات التحالف وبالتالي يبقى علي عبدالله صالح كعنصر من المعادلة في الوضع داخل اليمن الأمر الثاني هو أن يشعر المجتمع الدولي أن الحكومة اليمنية والتحالف غير قادرين على مكافحة الإرهاب في اليمن خلال اليومين الماضية بدأنا عملية موسعة ضد القاعدة في المكلة وفي أبيان وقبلها في لحج وفي ضواحي عدن وقتل منهم المئات من القاعدة ولا تزال عمليات تجارية لمطاردة فلولهم في مناطق أضراموت وهذا الدليل الإضافي أننا سنحرم علي عبدالله صالح من الأدال التي كان يستخدمها وهي القاعدة دول العالم الغربي بس هنا القاعدة يعني يقولون أيضا أنهم يواجهون الحوثيين على اعتبار أن الحوثيين يمثلون طائفية شيعية مدمرة والقاعدة أيضا تمثل طائفية سنية مدمرة هل أنتم تقاتلون الحوثيين والقاعدة مع أن القاعدة تدعي أنها تحارب الحوثيين بالعكس الطرح كان أن الحوثي يقول نحن تحركنا في اليمن ضد الدولة اليمنية لأنها عاجزة عن مقاتل الداعش والقاعدة وكانت دعايتهم أنهم يقاتلون القاعدة ويقاتلون الدواعش اليوم نجد أنهم لم يقاتلوهم بالعكس تعاونوا معهم ولدينا معلومات مؤكدة اليوم أن هناك تعاون مباشر ما بين الجهاز الأمني التابع لعبدالله صالح والحوثيين مع القاعدة من هم القاعدة؟ القاعدة هم مجرمون من بقايا القاعدة التي هزمت في المملكة العربية السعودية فروا إلى اليمن وأنشأوا ما يسمى بالقاعدة في الجزيرة العربية يقتاتون على التهريب تهريب السلاح تهريب المخدرات تهريب الأشخاص ويسيطرون على المناطق الغير محكومة في اليمن كمنطقة حضرموت وبعض مناطق المهرة في جنوب شرق اليمن هؤلاء هم القاعدة ويستخدمهم من يستخدمهم؟ كان يستخدم علي عبدالله صالح من وقت إلى آخر لعمل التفجيرات ووضع شعار داعش والقاعدة واستجلاب الدعم المالي من الدول الغربية بحجة أنه يقاتل القاعدة واستخدمهم الآن ضد الحكومة الشرعية حتى يبطل حجة أن هناك أمر واستقرار في المدن المحررة من ميليشيات الحوثية اليوم يتضح لنا أن الحوثيون لا يقاتلون القاعدة بل هم تعاونون مع القاعدة ولذلك نظرتنا كتحالف للوضع فكل من يحارب الشرعية والشعب اليمني هي جماعة إرهابية وخارج القانون القاعدة والحوثيون وميليشيات علي عبدالله صالح كلاهما وجهان العملة واحدة منهجيتنا في العمل يجب المحافظة على تكوين الدولة حكومة يمنية أجهزة أمنية تستطيع أن تبسط نفوذها في المدن المحررة وتعيد الأمن للمواطنين اليوم نحن حررنا المكلة وأعيدة الخدمات للمواطنين أعيدة الكهرباء أعيدة المياه وبدأت الحياة تعود وضعها الطبيعي هذا ما يحتاج المواطن اليمني اليوم لا يحتاج أحد يدافع عنه نحتاج الحكومة اليمنية الشرعية وأجهزتها الأمنية وليست ميليشيات ولذلك لماذا نحن حاربنا الحوثي؟ إن استمرت الميليشيات الحوثية التي تدعي أنها شيعية سينشأ مقابلها متطرفون سنيون بميليشيا أخرى حتى يوازنوا للمعادلة نحن نقول لا ميليشيات في اليمن يجب أن يعود اليمن لليمنيين دولة مؤسسات نعم طيب يعني فيما يتعلق ب هناك ادعاءات على الجانب الأخ أنت تتحدث عن وحشية الحوثيين وميليشيات علي عبدالله صالح في التعامل مع اليمنيين لكن هم يصوقون أيضا إلى وحشية قوات التحالف التي تضمر المساجد والمستشفيات والبيوت وتقتل الأبرياء وتسرك الدماء وتستخدم أحيانا أسلحة محرمة دوليا هل ده صحيح أو وقعت أخطاء يمكن أن تعترفوا بها في هذا الإطار أم أنها دعاية مضادة لتشويه العمليات أولا ليس لهم صفة قانونية حتى يتحدثوا باسم الشعب اليمني هم جماعة جرامية منقلبة على الحكومة وعلى الشعب وبالتالي ليس لهم صفة حتى يتحدثوا باسم اليمن هم جماعة مجرمة بقرار أممي وبالبعراف والقانون الدولي هذا من ناحية من ناحية ثانية من ينتهك المساجد والمدارس والمستشفيات هو من يخزم فيها الأسلحة من يحتمي فيها معلوماتنا الاستخبارية الدقيقة تؤكد أن أكبر مراكز قيادة وسيطرة لعلى عبدالله صالح والحوثيين إما في أقبية الفنادق أو في المستشفيات أو في المدارس والجميع يعلم لماذا حتى يحتمون من ضربات الطيران اليوم لدينا معلومات دقيقة أين يبيت على عبدالله صالح ليليا هو يستخدم منازل السفراء المخلى من السفرات التي أخليت ويستخدم مباني السفرات والمبعثات الدبلوماسية الدولية حتى يتجنب الضربات التي يعني يستفيد من حصانات يستفيد من حصانات حكم أنه يعرف أنه ولذلك نرى مستوى الأخلاقي لهذه الميليشيات وبالتالي يجب أن لا يتحدثوا عن الجوانب الأخلاقية يعني علي عبدالله صالح نفسه يبيت في يتنقل ما بين السفرات التي أخليت من قبلها والعلى سفراتنا أحدى السفرات التي يستخدمها حتى لأنه يعلم أنه لن يتم قصف لن يتم قصف مقرات دبلوماسية هذا مستوى الأخلاق ولا نستغرب هذه هي سلوكيات الميليشيات الميليشيات يا جماعات تقوم على الإجرام وبالتالي تنتهك هذا النوع من الأعمال نأتي في موضوع الأمليات الجوية أخوائل مهما ذكرنا قد لا يصدقنا الآخرين ولكن نعود للهدف هل نحن ذهبنا لليمن لقتل المواطن اليمني؟ هل لنا رغبة في قتل المواطن اليمني؟ هل المصري والسعودي والأردني والمغربي يتجمعون لقتل المواطن اليمني؟ لأي سبب؟ آه بس ممكن أنت عندك هدف نبيل وهو حماية اليمن وإعادة الشرعية لكن تقع في أخطاء تؤدي إلى قتل الأبرياء؟ وهذا ما سأتي عليه عندما تكون بعمل عسكري لا يوجد عمل عسكري خالي من الأخطاء وهناك ما نسميه بالأضرار الجانبية أو القلاتر الدمج أنت عندما تستخدم ذخيرة معينة وتنفجر هذه الذخيرة قد يكون الآثار الجانبية للدفع الهواء والصوت قد لا تكون مباني كلها من المباني المسلح يسقط مباني يحدث أخطاء ولكن هناك إجراءات تتم لمعالجة هذه الأخطاء ولكن يموت ناس يموت أبرياء ولدينا لجانب للتحقيق في ذلك للتأكد أن هناك إجراءات تتم لقبل استهداف هذه الأهداف وأؤكد لك ولدينا من الدلائل الكثير أن في أوقات يتم الغاء الرحلات في الجو عندما نتأكد أن الهدف قد يكون خطر على مجاور من المنازل ولدينا معلومات مؤكدة عن وجود بعض الأهداف نتجنب ضربها لأنه ليس لدينا مصلحة في قتل المواطن يمني بري قد تحدث أحداث ضرار جانبية هذا متوقع ولكن لدينا إجراءات لجبر الضرر وتعويض والتأكد من لا تكرر مثل هذه الأخطاء لا يوجد عمل عسكري خالم الأخطاء ولا نصبح غير صادقين في هذا المرحة ولكن أن يقال أن هناك عمل ممنهج لقتل المواطن اليمني نعتقد أن هذا فيه من المبالغة الشيء الكثير وليس له مسبب حتى يحدث الأخوة اللي يتكلمون على هذا الجانب بغير وجود معلومات من الأرض نحن نقول لهم بوجود حكومة يمينية شرعية اسألوهم وخذوا المعلومات منهم وتأكدوا ماذا يكون به التحالف من إجراءات قبل أثناء وبعد العمليات العسكرية آه لكن الدعاء المضادة الثانية بيطلعوا صور ولضحايا قتلوا شوفوا السعودية عملت إيه شوفوا السعودية أتلتهم إزاي ما في شك ويصوقون لهذه المشاكل ما في شك إنه ودعني أكون قاسيا بعض الشيء مع الأمم المتحدة الأمم المتحدة للأسف مبادئها نزيهة وجيدة ولكن آليتها سيئة عندما يخرج المبعوث الأممي أو المفوض الأممي لحقوق الإنسان بعد أي حادثة يظهر الحديث عنها في الإعلام بأربع ساعات ويدين التحالف ثم بعدها بثمان ساعات يخرج الأمين العام للأمم المتحدة ويدين التحالف نحن نسألهم متى تم التحقق من دقة المعلومات حتى توصلوا لهذا التقرير الذي يدين التحالف إن لم يحدث تحقيق وإدانة فمعناته هناك تسرع وهذا لا ينبغي من مؤسسة بحجم الأمم المتحدة أو أن هناك رأي مبيت سابق وفي نفس الوقت هذا لا ينبغي من الأمم المتحدة وأنا متابع للأمر في أوقات نحن نستوعب الحدث في الإعلام في التقائق التي تتليه تجد أنه بعد أربع ساعات يخرج الأمين العام ويصرح ويدين العمل أي لا يوجد تحقيق مسبق لوصول للحقائق هناك تناقض بين تكارير الممتحدة تخرج بعض التكارير وتقول أغلب الذين قتلوا وأصيبوا في صنعاء أصيبوا بسبب الطلقات التي تطلق من مدافع المضادة للطائرات وانعكاساتها وسقوطها أو بسبب الصواريخ التي يفشل إطلاقها من قبل الميليشيات الحوثية ويخرج طرير آخر ويقول هناك قتل ممنهج من التحالف للمواطنين اليمنيين نصدق من من هذه التكارير؟ إذن هناك تخبط وأنا أقول لك تسبب التخبط لا يوجد لهم ممثلين على الأرض ولذلك يستقوم معلوماتهم إما عن طريق الميليشيات الحوثية التي تتحكم في صنعاء اليوم أو عبر المواقع الإعلام المفتوح ووسائل التواصل الاجتماعي وأنا أتحدى أن يكون أحد منظمات المتحدة يعطينا بالتاريخ متى ذهب على الأرض وتحقق من حادثة معينة لا يوجد لهم ممثلين يعني كل الصور التي يتم نشرها أطفال زبحت عائلات لا في شك أنه يستفيدون من دعايا المغرضة للميليشيات الحوثية وأعوانهم وللآلة الإيرانية وقنوات المنار وغيرها لكن لا يوجد حالة محددة تم استهداف هل يعقل أن طيار سعودي ومصري يقصف عائلة وهو يتأكد أن هذه عائلة يمنية فأي حق لسنا هنا وزاق هل تستطيع أن تضكق قيدا؟ نعم لدينا من دقة المعلومات في جمع المعلومات ما لا يتخيل عقل وزارنا هنا كثيرا من هذه المنظمات وعندما أخذناهم وذكروا لنا This is American Standard كنا نعم هذه معايير الأمريكية لمن أنشأ هذه الآلة القيادة والسيطرة هم الجانب الأمريكي ونستخدم أعلى المعايير في تدقيق المعلومات وحساب المحيط الهدف وعندما تتعارض هذه الأمور مع خطورة نلغي المهمة تلغي المهمة يعني لو فيه هدف حتى يعني هو هدف لا يوجد فيه مدنيون لكن صبته ستؤدي إلى التأثير على محيط مدني تلغي العقل يلغي الهدف ومن زار صنعة يستغرب أن صنعة فيها عمليات أسكرية لأننا نستهدف الألوية التي تلقى على خارج صنعة ليس لنا مصلحة في تدمير صنعة لماذا ندمر صنعة نحن لسنا غزاء هؤلاء يفكرون بمنطق الهجوم الأمريكي في العراق الهجوم الأمريكي في العراق كان غزو للعراق نحن لسنا غزاء نحن أتينا لمساعدة حكومة يمنية شرعية بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية لمساعدة الشعب اليمني ضد ميليشيا أجرامية اختطفها البلد ولذلك المنطقين العالم الغربي لا يفهم هذا يعتقد أن كل من يدخل دولة واخرى هو غازي نحن لسنا غزاء نحن نستخدم من الذخائر ما يتكلفتها تفوق آلاف المرات الأهداف التي نستهدفها وأعطيك مثال نحن نستخدم نوع من الذخائر الذخائر الموجهة التي تستخدم في العمليات الجراحية العسكرية تكلفة القنبلة الواحدة 120 ألف باوند جنيه سترليني القنبلة الواحدة 120 ألف جنيه سترليني تستخدم ضد أهداف أو جيب تيوتا قد لا يكلف ألف ريال سعودي أو ألفين ريال سعودي لماذا؟ لأننا نريد أن نصيب العربة العسكرية بدون أن يحدث أي أضرار جانبية هذا هو منهجيتنا في العمل تستخدم قنابل غالية جدا جدا علشان تأثرها يعني يصيب الهدف بضقة الآن المنهجية في العمل هي القنابل الموجهة القنابل الموجهة هذه هي أعلى نوع القنابل الموجودة أنت تستطيع أن تستخدم كنبلة وزنها الفيرطل في منطقة معينة وتعمل لك تفجير ويمسح المنطقة عن بكرة أبيا لكن حيئة الأبرياء ليس هذا هو الهدف الهدف هو نحن نعلن المقاطع الفيديو التي تتصور الأخوة التي تتكلمون عنها لا يتصورون الآن ما هو التقنية التي توصلت لها القوات الجوية الطائرة عندما تقلع من القاعدة يتم تسجيل الرحلة صوت وفيديو ومعلومات داتا منذ أن يقلع من القاعدة حتى يعود الطيارة للقاعدة الطيار لا يمكن يعمل ما يشاء وهو مراقب صوت وصورة يجب أن يضع القنبلة على الهدف الحقيقي التي تم تعديده له من القاعدة وعندما يعود يأخذ هذا الشريط من الطيارة ويتم تحليله تحليل المعلومات حتى نتأكد أن ثم الطيارين مقيمين ولهم مستقبل ويعملون لتأمين مستقبلهم ليست العملية كما يحصل في العرب العالمية الثانية وما يسمى بالكاربتينج بومب يعني عشوئية العمليات والضربات الجوية ليست موجودة كله مصور بدقة ولا يمكن لطيار أن يخطئ الهدف لا يمكن ولا يمكن أن نستقبل معلومات استخبارية غير دقيقة وفي الغالب تدكك من كذا مصدر حتى نتأكد أنه فعلا هذا الهدف هدف عسكري ولذلك نحن في أكثر من مناسبة ذكرنا من المنظمات ارسلوا عناصركم على الأرض حتى يتم التحقق أما أنت تتحقق وأنت تقبع في إحدى الفنادق في القاهرة أو في أبوظبي هذا غير مكبول ولا نقبل لهذه التقاريخ موسيقى بكل الأمم المتحدة على الخط وإدانتها لعمليات عسكرية تنفذها قوات التحالف يضعف موقفكم ما في شك هي المنظمة الدولية وهي الإطار الدولي ما في شك ونحن نرحب بالتعامل معها وندعم عملها ونتمنى أن نسهل عملهم ولكن نقول لهم اعملوا باحترافية أعطيك مثال أخي في ما هو القصور لدى الأمم المتحدة نحن كتحالف نفتح جميع الموانئ اليمنية وهناك تدفق كميات كبيرة من المواد الغذائية والتجارية والإغاثية تصل لميناء الحديدة ميناء الحديدة تحت سيطرة من؟ تحت سيطرة الميليشيات الحوثية منذ بدء الأزمة نحن نطالب الأمم المتحدة بوضع مراقبين على الأرض للتأكد من أن هذه المواد تصل للمواطن اليمني ولا تباع في السوق السوداء ولا تستخدم لإدامة عمليات الميليشيات الحوثية ولا تستخدم لابتزاز المواطنيين كما يحدث في تعز اليوم أن تصل للقوافة الإغاثة ثم تمنع من دخول تعز ويتم ساومة المواطنين إما أن تسلموا للميليشيات الحوثية هذا دور الأمم المتحدة وكنا لهم أدخلوا تحت علم الأمم المتحدة بقرار الأمم المتحدة وسوف ندعمكم ولكن أرسلوا مراقبين على الأرض ماذا يقولون؟ الوضع خطر لا يمكن الذهاب ولذلك نحن نقول لهم كونوا صادقين استخدام هذا النوع من التقارير لتعاطف المجتمعات الغربية مع دور الأمم المتحدة مقبول ولكن لا يخدم الشعب اليمني اليوم اليمني ماذا يريد؟ يريد الأمن والغذاء والدواء وهذا ما يوفره التحالف المملكة العربية السعودية أعطت الممتحدة 274 مليون دولار في ثمانية برامج مختلفة حتى يرسلوا المواد الإغاثية لليمن ويشرفوا على إيصالها المواطنين اليمنين ثم يأتون يتكلمون عن مجاعة ونقص مواد غذائية هذا بسبب فشلكم اليوم عدم محررة وطلبنا من المتحدة أن تنقل جميع عمليات التي تتنفي جيبوتي لعدل حتى يستطيعوا أن يباشروا أعمالهم عن قرب لماذا لا يذهبون؟ شايف أنه في تقاعص وتخازل من الأمم المتحدة ما في شك أنا أقول تقاعص تخازل من أقول قصور في آليات تنفيذ العمل الإنساني في اليمن حضرتك تحدثت عن معدات باهزة الثمن أسلحة وقنابل باهزة الثمن جدا وتحدثت حتى عن مبالغ طائلة البعض أيضا بيصوق إلى أن هذه الحرب استنزفت السعودية اقتصاديا هل صحيح أن تكلفة الحرب أفرت اقتصاديا بشكل كبير على السعودية؟ لا يوجد شيء في العالم ليس لو قيمة كل شيء مكلف حتى الفوضى مكلفة وحتى التقاعص عن العمل الأمني مكلف وحتى محاربة الإرهاب مكلف كل شيء مكلف ولكن يقارن هذه التكلفة بالأهداف لماذا نعمل ذلك؟ أولا الأمن الوطني لا يقدر بثمن وعندما يصبح أمن الدولة وأمن مواطنينها معرض للخطر فما فائدة الموارد إلا أن تستخدم لهذا اليوم هذا من ناحية من ناحية أخرى أمن اليمن وأنا ذكرتها وهذا توجيه خادم الحرمين الشريفين لا يقدر بثمن ويجب أن ندفع الغالي والرخيص لإعادة الأمن واستقرار اليمن لا نكون يمنين أكثر من اليمن ولكن أمن اليمن جزء لا يتجزى من أمر الدول الخليج ومن أمن المملكة مش ممكن المواطن السعودي يعني يقول وإحنا كان ملنا وملها زي الحرب لهذا التفكير للأسف قاصر ولا أعتقد المواطن السعودي يفكر بهذه الآلية النارة في بيت جارك اللي لم تكافحها ستصل إلى بيتك وكلنا عانينا من القاعدة من منا لم يعاني من تفجيرات القاعدة في مساجد المملكة السعودية من أين كانت تأتي هذه الأسلحة والذخائر تأتي من اليمن الحدود الأكثر خطورة بالنسبة لنا هي حدود الجنوبية مع اليمن إذن يجب أن يعود الأمن واستقرار اليمن حتى يعمل المواطن السعودي اليوم مصر مهتم بالوضع في ليبيا لماذا؟ لأن أمن مصر من أمن ليبيا أو أمن ليبيا من أمن مصر طبعا الدول المتاخمة المتاخمة إذا أصبحت غير مستقرة ستنتقل هذه الفوضى إلى بلدك ولذلك هذا الموضوع التكلفة غير مطروح لا ينختلف أن العمل العسكري مكلف ولكن التقاعس عن تنفيذ العمل العسكري كان سيكون أكثر كلفة لا يمكن أن نرى في خطورة ولا نواجهها وكلما سكتنا يوما عن يوم تصبح كرة الثلج تكبر وتكبر ويصبح معالجتها صعبة وهذا ما نذكره للأصدقاء الغربيين نقول لهم تقاعستم عن العمل في ليبيا وكبرت الكرة الثلج واستفحل الأمر وأصبح هناك داعش ثم عدتم الآن لمحاورة الإصلاح وأصبح الأمر أكثر صعوبة منذ لو واكبنا العمل بعد هزيمة قوات القذافي وأنشأنا حكومة وواكبنا هذا العمل كذلك الوضع في سوريا الجميع يعلم أنه كان تقاعس غربي كبير وبل أقول المجتمع الدولي كاملا عن وضع في سوريا متى تحركت الدول الغربية عندما وصل المهاجرين إلى دولهم وأصبح يمثلون بالنسبة لهم عبء بدأوا يتكلمون عن سوريا ولذلك نحن نقول التحالف عندما بادر بهذا العمل لم يكن التكلفة أحد عوامل تقييم العمل الهم هو الأمن الوطني واستقرار وأمن المنطقة على اعتبار حدق بترفع شعار يعني ما نخسره الآن يمكن أن نخسر أضعافه إذا تهاونا أو إذا لا في شك تركنا هذا السرطان ينتشم صحيح هطلع فاصل بعد الفاصل هنكمل مع العميد أحمد عسيري من الشخصيات كما أكدت دائما بننتظر منها ونتابعها لتقديم كل المعلومات وحتى اعتدنا منه يعني المسج بين الأسلوب الأدبي وطبيعة العمليات العسكرية المسج أحيانا بين الجدية والدعابة في التعامل مع بعض الأمور هنسأله أسئلة متعلقة بمصر وأيضا متعلقة بالوضع في اليمن كمحصلة لماذا لم يتم دخول العاصمة صنعاء حتى الآن مع أنهم أعلنوا ذلك من قبل يعني أنه خلال أيام سندخل إلى صنعاء هل هناك خلافات بين مصر والسعودية تتعلق بطبيعة العمليات العسكرية هل مصر ترفض الدخول في عمليات عسكرية معينة وحنتكلم كمان لسه عن باب المندب اللي خنقه يؤدي أو التهديده يؤدي إلى خنقنة اقتصادية ترجمة نانسي قنقر مشاهدينا نحييكم من جديد ما زلنا معكم ومعكم العميد أحمد عسيري مصر شار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف ومن قبلها عصفة الحزم سيد العميد يعني وانا باخد بقى سؤال في المحصلة النهائية طيب أكدتم كثيرا انه الوصول لصنعاء وهي العاصمة والعاصمة دائما تمثل هي الهدف الأساسي لمن يسعى للسيطرة ولكن حتى الآن لم يتم دخول العاصمة صنعاء لماذا؟ نحن ذكرنا في أكثر مناسبة وأكدها اليوم انه لدينا مسارين نعمل به عليهم بالتوازي المسار الأول هو المسار السياسي ونحن نؤمن كالتحالف وكدول التحالف أن الحل في الأخير سيكون حل سياسي لأنه عندما تعمل عمل عسكري أنت تود أن تنجز هدف سياسي وهذا هي القاعدة في العمل السياسي يعني أنت مش هدفك تحسم عسكريا فقط؟ أي حتى لو حسمت عسكريا يجب أن يكون ذلك في الأخير محصلة سياسية ما هي المحصلة السياسية؟ ولذلك نحن نقول ان تحقق الهدف السياسي من خلال العمل السياسي من خلال المشاورات فهذا هو المطلب ولا أحد يرغب في العملية العسكرية ولكن المسار العسكري مستمر ونحن عندما بدأت المفاوضات وطلب الرئيس اليمني التعامل مع الأمم المتحدة وإيقاف إطلاق النار يوم 10 أبريل كنا القوات اليمنية الشرعية ومدعومة بقوات التحالف في المدخل الشمالي للعاصمة اليمنية ولكن طلب من الحكومة اليمنية وتجاوبا إيجابيا مع الأمم المتحدة فظلنا أن يذهب الفرقاء إلى الكويت ويتحدثوا على طاولة لعل هناك مخرج للأزمة بالعمل السياسي ولكن أؤكد لك إن فشلت العمليات في الكويت وأعلنت الأمم المتحدة فشل المفاوضات أو المشاورات اليمنية اليمنية فستستمر العمليات وستحسم المسائل بالجانب العسكري وستدخل الحكومة من شئة الله إلى صنعاء وستعود الحكومة اليمنية الشرعية لأن هذا هو هدفنا الأساسي يعني أنتم الآن على أبواب صنعاء ولكن أوقفتم عملية دخولها واقتحمها لحين انتظار نتائج المفاوضات السياسية نعم هذا صحيح وإذا فشلت المفاوضات السياسية ستحسن من أمور العسكرية ونحن على قناعة نحن على المسارين بالتوازي وأحدهما سيبلغ هدفه هدفه هو إعادة الشرعية في اليمن وإعادة الأمن واستقرار اليمن وتخليص المواطن اليمني من سطوة الميليشيات الحوثية ومن الإرهابيين والقاعدة وغيرهم أمن اليمن هو أمن لا يتجزى من أمن الجزيرة العربية ومملكة العربية السعودية ودول التحالف ودول المنطقة وبالتالي لا يمكن أن نترك الأمور غير منتهية وذكرت لك أخي عن موضوع ليبيا الخطأ الذي حدث في ليبيا لا يمكن أن ندعونا يتكرر اليوم في اليمن وأن نترك الأمور بدون حسم يجب أن تحسم الأمور بشكل يضمن إعادة الأمن واستقرار اليمن على اعتبار أن ليبيا قصفتها النيتو ثم تركتها بعد ذلك فتحولت إلى دولة ميليشيات بدون حكومة بدون ملظمات حكومية بدون دولة مؤسسات وأصبحت مرتعة للميليشيات ولذلك نامى فيها داعش لم يكن داعش موجود في ليبيا قبل تفكيك الدول الليبية أصبحت مجال التناحر والتقاتل بدون وجود حكومة مركزية اليوم أصبح من الصعب إعادة بناء حكومة مرة أخرى المحاولات التي تتبدأ الآن هي في شتى الصعوبة ولذلك لن نترك الوضع في اليمن على نفس الوضع سنحسم الأمور في اليمن بالشكل الذي يرضي الشعب اليمني والحكومة اليمني الشرعية في كتابات مختلفة وفي تعليقات وتحليلات مختلفة أيضا يتحدث البعض عن خلاف بين مصر والسعودية حول طبيعة العمليات العسكرية في اليمن بمعنى أنه بيقول البعض أن مصر مثلا ترفض القيام بعمليات عسكرية على اعتبار أنه قد تؤدي إلى قتل مواطنين يمنيين أبرياء وتأخذ موقفا مختلفا يعني هي تقوم بعمليات عسكرية محدودة جدا هل هذا ينم عن خلاف الموقفين؟ دعني أفاجئ من طرح هذا الطرح وهذا الكتابات بأنه مصر تشارك في العمليات الجوية القوات الجوية المصرية هي جزء من قوات التحالف وبالتالي من يقول هذا المقولة لديه قصور في المعلومات آه يعني مصر تنفذ طلعات قوية بطائراتها نعم نعم وبطياريها وبطياريها نعم دولة مصر الشكيقة تشارك في مجالين تشارك في العمليات البحرية في فرض الحضر البحري على الميال الأقليمية اليمنية وتشارك في الطلعات الجوية هي جزء من قوات الجوية ولكن هذا لا يعني أن القوات التحالف تقتل المواطنين الأبرياء هذه مقولة يعني غير منطقية ما نقوله أنه ليس في الأساس كان في خطة التحالف إدخال قوات برية داخل اليمن وكنا دائما نقول العمود الفقري لأي عمليات في اليمن هو الجيش اليمني الوطني لماذا؟ لدينا منهجية في هذا الجانب أولا نحن بحاجة لإعادة بناء الجيش اليمني ولا يمكن أن تبني الجيش اليمني إلا ميوضع تحت تنظيم وتحت ترتيب العسكريين يعرفون أن القوات تقاتل في تشكيلات سرية كتيبة لواء وخلافهم لا يمكن أن نقبل بأن يستمر القتال في اليمن على شكل مقاومة لجان مقاومة اللجان مقاومة اليوم تصبح لجان مقاومة وغدا تصبح ميليشيا تسيطر على منطقة عندما يقاتل جماعة في مدينة ويحروها من المعتدي ماذا يتحولون؟ يتحولون إلى سلطة داخل هذه المدينة ولذلك الرئيس اليمني أصدر قرار جميع الذين يقاتلون كمقاومين كما حدث في عدن يجب أن ينضموا تحت سيطرة الجيش اليمني ولذلك كنا في نفس الوقت نبني الجيش اليمني ونستخدم الجيش اليمني للقتال وتحرير المدن تحت إشراف التحالف ولذلك لم يكن في الحسبان أو في مخططاتنا إنزال قوات برية عربية أو قوات من التحالف داخل اليمن ليس هذا الهدف ولكنكم أدخلتم ومصر مثلا ترفض دخول قوات برية لم يطلب من الأشقاء في مصر دفع بقوات برية مصر عندما انضمت للتحالف انضمت بدون أي شروط وبدون أي تحفظ وهي انضمت إيمانا بها بعدالة القضية وبأهمية إنقاذ اليمن من هذه الميليشيات مصر هي عمود خيمة العالم العربي فكيف لها أن تتردد في عمل كهذا يحرر أولا الشعب اليمني من سطر الميليشيات ويحافظ على الأمن القومي العربي ويحافظ على أمن المنطقة ويحافظ على استقرار المنطقة ليس لأي دولة مصلحة في أن يصبح اليمن دولة عربية فاشلة إضافية للدول الأخرى نحن نحد من مكانة مصر عندما نتحدث بهذا الحديث لا يمكن لمصر أن تتردد في مثل هذه المواقف لم يتم مناقشة القوات يعني لم يطلب من نصر إرسال قوات برية التحالف قام على مبدأ التطوع كل دولة تبرعت وتطوعت بما تشاء هناك دول شاركت بقوات جوية وبرية وبحرية هناك شاركت ببحرية هناك من شارك بقوات جوية الأشقاء من ماليزا يشاركون بطائرات نقل ولكن هو تعبير وموقف سياسي للتعبير عن دعمهم للموقف الشعب اليمني وتفهمهم من القضية اليمنية ولذلك هذه الطروحات أقول مبنية على معلومات مغلوطة لم يكن في مخطط التحالف في خطة الحملة في اليمن الزج بقوات برية عربية في اليمن هناك فرق من القوات الخاصة تقوم بتوجيه حمل الجيش اليمني تدريبه تنظيمه توفير المعلومات الاستخبارية له وتوجيه المقاتلات في عمليات لسناد الجوية القريب هذا ما نقوم به اليوم طب لما أعلن عن مقتل يعني أكثر من ضابط إماراتي وسعودي هل دا يؤدي إلى جوانب نفسية سلبية ولا يحفز زملائهم يعني هل ممكن البعض يتعامل مع ده لماذا نموت في اليمن ولا نفس الشعار اللي حداك بتقوله نموت في اليمن دفاعا عن أنفسنا أيضا يعني مقتل بعض الضباط سواء من الإمارات أو السعودية هل كانت نتائجه النفسية سلبية ولا إيجابية أولا أخي وائل تعرف عندما ندرب الضباط والأفراد في الأكاديميات والكليات العسكرية نبنيه على أساس أن الجيش والقوات المسلحة تنفذ الإرادة السياسية عندما القيادة السياسية في أي دولة تتخذ قرار سياسي القوات المسلحة هي الآلة والأداء التي تنفذ هذا العمل ولذلك القادة والضباط يؤمنون بهذا الأجل الأمر الثاني لم نجد صعوبة في إقناع القادة والمقاتلين بعدالة القضية لأننا عرب والعربي قد يكون قبل الإسلام لديه ما نسميه بالشيمة العرب وبالخوة وبالعار أن تترك جارك أو فريسة لعدو ولا تهب لنجدة هذا فما بالك عندما تذهب والجميع يعلم أنما عندما حرت عدن أول يوم دخلت القوات الخاصة السعودية والإماراتية والبحرينية لداخل عدن كيف كان المواطن اليمني يرحب بهذه القوات ولكن كنا نقول لن تدخل قوات عربية تدخل مع الجيش اليمني وكلما بنينا الجيش اليمني كلما سحبنا القوات العربية حتى تصبح القضية قضية يمنية لأن اليمنيين هم أصحاب المصلحة لا يمكن لأحد أن يدافع عن بلده غير أهله ولذلك الأمر لا يحتاج تردد عندما يموت أبنائنا اليوم دفاعا على اليمن فكما ذكرت ليسوا لأنهم يدافعون على اليمن بمعزل عن السعودية لأنهم يدافعون عن جار إن لم يهبوا لجدة هذا الجار سيأتي الخطر إلى بيوتهم غدا وإذا تذكر مقولة الملك عبد الله رحمة الله عليه عندما بدأ خطر داعش في سوريا والعراق وقال مقولة الشهيرة للغربيين إن لم تحاربوا داعش اليوم معنا سيأتون إلى عتبات أبوابكم وهذا ما حصل تفجيرات بروكسل وتفجيرات باريس أكبر دليل على أن الخطر اليوم في العالم لم يعد محصور في منطقة اليوم خطر في منطقة ينتقل لديك ونحن نعلم اليوم ما تواجهه الشقيقة مصر في سيناه مع الجماعات الإرهابية التي أتت من كل مكان لدعم الجماعات الإرهابية هناك هل نسكت على هذا الحال ونقول لا في مصر لا يعني غيرها هذا غير منطقي ولذلك أبنائنا عندما يموتون ليس يموتون سدى يموتون لأن لدينا قضية قضيتنا أمن اليمن هو أمن المملكة العربية السعودية القوات البحرية المصرية أنت حدك قلت أنه مصر تشارك في جانبين الطلعات الجوية والقوات البحرية صحيح القوات البحرية المصرية ما هو الضور الذي تلعبها؟ نحن نشكل اليوم قوات واجب تعمل على حماية أولا حدود اليمن البحرية مياه الأقليمية وعمل ما نسميه بالحضر البحري الحضر البحري أن القوات التحالف حق زيارة وتفتيش أي وسيطة بصاعة بحرية تذهب للموانئ اليمنية للتأكد أننا نطبق القرار الـ 2216 الذي يمنع تمويل الميليشيات الحوثية بأي مصادر سلاح والتهريب وكذلك نتأكد أنه لا يوجد هناك مواد مخالفة لحكام القانون سواء مواد عسكرية أو مخدرات أو خير وهذا ما يتقوم به القوات القوات لا تنفذ وهذا أؤكد عليها نحن لا ننفذ حصار بحري حصار البحري بمعنى أنك تمنع دخول أو خروج أحد من المنطقة نحن ننفذ حضر بحري حضر بحري بمعنى أن نزور السفينة نتأكد من قانونيتها أن لديها التصريح بالذهاب من حمولتها من طاقما ثم نذهب للموانئ اليمنية اليوم أخي وائل لدينا معدل 25 سفينة تصل للموانئ التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية 25 سفينة؟ يوميا لماذا؟ لأننا نرغب أن يصل للأكل والشرب والمواد الغذائية للداخل اليمني حتى لو كان يسيطر عليها الحوثيون؟ حتى لو كان يسيطر عليها الحوثيون لماذا؟ وجوده داخل يمن سيصل بشكل أو بآخر للمواطن اليمني نحن نعلم اليوم أن الميليشيات الحوثية تستولي على هذه المواد الغذائية وتستخدمها في ثلاثة مناحية إما أن تستخدمها لجماعة الحوثي وقواته وجيشه الجزء الثاني يباع في السوق السوداء بعشرة أضعاف ثمنه لإيجاد موارد لإدامة عمليات الميليشيات الحوثية والجزء الآخر يستخدم كوسائل للضغط على الجماعات والقبائل داخل يمن للتعاون مع ميليشيات الحوثية يعني انضموا إلينا واخذوا المعونات الغذائية ومع ذلك نقبل هذا الطرح لماذا؟ المهم أن لا يكون هناك نقص في المواد الغذائية داخل اليمن على عكس التقارير الأممية التي تكون هناك نقص نقول لا يوجد نقص ولكن يوجد سوء توزيع داخل اليمن هل كانت هناك نية بالفعل سواء عند إيران أو عند الحوثيين في اختطاف باب المندب تحديدا من خلال ميناء الحليدة؟ ما في شك عندما تنقلب قوة أو جماعة داخل دولة تسيطر على ماذا؟ تسيطر على المناطق الحساسة أول نوقات الحساسة تسيطر على البنك المركزي تسيطر على الموانئ تسيطر على المطارات تسيطر على المنافذ المائية وهكذا والباب المندب كان أحد المناطق التي تسيطرت عليه ميليشيات الحوثية وعندما تم تطهير جزيرة ميون كان هناك قوات حوثية في داخلها يعني الحوثيون وصلوا لجزيرة ميون على مدخل باب المندب وعلى أنت تعرف أن التحكم في باب المندب يتم من إما من اليابسة المناطق وهي منطقة المحاذية لجنوب ميناء المخى إلى أن تصل إلى مدينة الذباب وغيرها وهناك الجزيرة التي تقع في مدخل الميناء وضعوا فيها قوات والجميع يعلم أنهم كانوا من وقت الآخر يهددون بأن أي تدخل للتحالف سوف يزعج الملاحة وخلافي لا يوجد شك في أن إيران كان من مخططاتها أن يكون لها سيطرة على هرمز وعلى باب المندب إيران تسيطر على مضيق هرمز ومضيق باب المندب هذا من الأشياء التي كانوا يحلمون بها في اليمن ولذلك اليوم نقول لن نترك هذا المجمر المائي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية والقوات البحرية المصرية موجودة أيضا ضمن قوات التحالف أمام مضيق باب المندب ما في شك نعم هي من ضمن القوات التي تعمل في قوة الواجب في البحر الأحمر محاذية للسواحل اليمنية بما فيها باب المندب حطلع فصل أخير وحتبقى عندنا أسئلة أخيرة متعلقة بالوضع في سوريا والوضع في لبنان أيضا وحنكمل معاكم بعض القضايا المتعلقة باليمن بعد الفصل مشاهدينا نحييكم من جديد ما زال معكم العميد أحمد عسيري مساشار وزير الدفاع السعودي والمتحدث باسم قوات التحالف سيد العميد لو أنا باخد في المحصلة بقى الأخيرة يعني لو أنا تخيلت يعني أنه ما هو الخطر لو سيطر الحوثيون لو تخيلت ذلك حتى يعني أقول للناس هذا هو ما قدمته قوات التحالف يعني للمنطقة وللعالم العربي وللأمن السعودي أيضا وللأمن المصري وللأمن القوم العربي يعني لو تخيلت ماذا لو سيطر الحوثيون بدلا من هذه المعارك دعني أضع مثال قد لا يسيطرون تسيطرة كاملة ولكن أي اضطراب في الملاحة في باب المندب سيرفع تكلفة التأمين على المواد وتفع تكلفة التأمين سترتفع على السلع وستقل للسلع هذا مثال بسيط والجميع يعلم أن المناطق التي يكون فيها صراع مسلح تكلفة التأمين تصل إلى عشر ضعاف عشرين ضعف لأنه يصبح تكلفة التأمين على السفن عالية ينعكس على سعار السلع على السلع فترتفع على سعار السلع وهناك بعض قد لا تذهب أو تحجم عن الذهاب لهذه المناطق ويصبح هناك اضطراب في خط الملاحة البحري المهم الجميع يعلم ما هي باب المندب هو انعكاس لقناة سيناء من يمر في سيناء يمر في باب المندب والعكس في قناة السويس عبر سيناء يخنون اقتصاديا تماما ولذلك المحافظة على أمن هذه المنطقة وهدوءها في مصلحة العالم قبل الدول المنطقة هذه واحدة اثنين الجميع يتذكر عندما انتشرت القرصنة في منطقة البحر الأحمر وفي باب المندب وفي القرن الأفريقي ماذا عملت الدول الأجنبية نشرت أساطيلها في هذه المنطقة لأن لديها مصلحة أن يكون خط الملاحة هذا مستمر بدون أي اضطرابات ولذلك نحن نقول هذا فيما لو أصبحت هناك حمليات ولكن تتخيل لو سيطروا على هذا المكان وأصبحوا يهددون الملاحة جماعة غير معرفة دوليا وليس لها صفة دولية وتسيطر على أحد المضائق المهمة في العالم كباب المندب ماذا سيكون الموقف وبالفعل إيران لها أطماع في الوصول للسعودية هي تريد أن تكون على خطوط التماس مع السعودية إلى هذا الحد نحن دائما نحكم على الأفعال وليس على أقوال ما قامت به إيران من تسليح للميليشيات الحوثية ودعم ومساندة والجميع يعلم الحركات المراهقة السياسية التي تمت في بداية العمليات من محاولة اختراق المجال الجوي وإرسال السفن كل هذا يعبر عن سلوك إيراني هدفه إدامة الصراع في اليمن والإخلال بأمن اليمن حتى ينعكس على أمن المملكة العربية السعودية إيران لا تخفي مزاعمها وأحلامها في السيطرة على المنطقة والجميع يرى سلوكها في لبنان في سوريا في العراق وفي اليمن ولذلك لن ننتظر حتى تسيطر إيران على باب المندب أو يصبح لها وجود في باب المندب دعني أذكر لك مثال بسيط عندما انقلبت الميليشيات الحوثية على الحكومة في سبتمبر 2014 خلال الشهرين التي تلت الانقلاب وقعت الميليشيات الحوثية عبر الطيران اليمني مع الحكومة الإيرانية 28 رحلة جوية أسبوعيا بمعدل أربع رحلات يوميا لماذا؟ هل هي لنقل السياح من طهران لليمن؟ أو العكس؟ بل لنقل المواد العسكرية والإغاثية والأسلحة والذخيرة للحوثيين في اليمن هل ننتظر إلى أن تبتلع إيران اليمن؟ لا يمكن وهل نجحتم في وقف أي إمدادات عسكرية من إيران إلى الحوثيين؟ أسأل المراقبين هل تسمعون وجود لإيران اليوم في اليمن؟ لا يوجد لهم وجود اليوم ذكرت لك كان هناك بعض المراهقات السياسية في بداية الحملات ثم فشلوا فيها وكانوا يدعون أنهم يرسلوا مواد إغاثية وأكد لك اليوم أن حجم المواد الإغاثية التي أرسلوها صفر لليمن؟ صفر من متى إيران تبني مشاريع تنموية في الدول التواجد فيها؟ إيران تبني ميليشيات مسلحة فقط أتحدى الإيرانيين اليوم أن يسموا مشروع واحد أنشئوه في اليمن خلال الفترة التي تواجدوا فيها في اليمن مع الحوثيين أو في لبنان أو في غزة أو في العراق سموا لنا مشروع واحد أنشئته الحكومة الإيرانية غير إرسال الأسلحة والمدربين والألغام أذكر لك أخي أن اليوم الميليشيات الحوثية نشرت في اليمن مئات الآلاف من الألغام في جميع المدن وعلى الحدود السعودية مئات الآلاف من الألغام ومعانا في قتل المواطن اليمني يضعون ثلاثة ألغام فوق بها حتى لو أخذت الألغام الأول ينفجر الثاني والثالث هذه هي المهارة التي علمها حزب الله والإيرانيين والحوثيين لقتل المواطن اليمني هل يعقل أن تنشر ألغام داخل المدن؟ نحن نعلم أن الألغام تنشى على الحدود في مناطق معروفة حقول بخرائط معروفة اليوم لا يوجد خرائط وعندما عملنا الترتيبات مع الحوثيين في جنوب المملكة اليوم لإيقاف العمليات على الحدود وطلبنا أن يسلموا الخرائط ليس لديهم خرائط تنشر بشكل عشوائي بشكل عشوائي يعني حتى لو قد تعليقها بعد كده يعني لا تقدها الجميع يستطيع أن يرى المناظر التي تم تصويرها من مأرب والجوف عندما تم دحرهم في هذه المناطق كميات الألغام المنشورة في هذه الأماكن من علمهم هذه المهارة؟ وهم يستهدفون من الألغام؟ حماية مواقعهم ولكنهم يغادرون ويتركون الألغام في الأن فيموت الأبرياء تنفقر فيهم وهذا ما نقول للمجتمع الدولي نقول لهم ركزوا على القضايا الأساسية اليوم اليمن في مئات الألاف من الألغام منشورة بشكل عشوائي لا حد يعرف أين هاي آه يعني دي حتى مستقبلا ستشكل صعوبة مستقبلا ستشكل خطر ومؤخرا كان هناك كمية من الأمطار هطلت في مضواحي عدن وجرفت جزء كبير من هذه الألغام ووجدوها المواطنين داخل منازلهم وحول مواقع معيشتهم اليومية دخلت على بيوتهم؟ تدخل مع الميال التي جرفتها السيور هذا هي عبثي إيث الإيرانيين في إنشاء الميليشيات الحوثيين يعني الغم عندهم وكأنه لعب أطفال يعني بل تعرف من كان يقوم على زراعة هذه الألغام؟ أطفال الحوثيون تعرف منهجية العمل يستخدمون الأطفال في غير عملية الكتالية هي عبارة عن قوالب بلاستيك يتم حشوها بالمواد المتفجرة ثم توضع ومن يقوم بهذه الأعمال؟ أطفال والحكومة اليمنية الشرعية لديها قائمة من هذه الجرائم التي قام بها الحوثيون وموثقة لدير الأمم المتحدة بيعدد الأطفال الذين كانوا يعملون في هذا الجانب أدليتم بتصريح أيضا قلتم فيه أن عندنا جاهزية إرسال قوات سعودية برية إلى سوريا أليس ذلك استنزافا مختلفا يعني؟ يعني سوريا إلى حد ما الوضع فيها يختلف عن اليمن يعني؟ ما في شك ولكن تعرف أخي أول عملية نفذها داعش خارج إطار العراق وسوريا كانت ضد الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية في محافظة عرار وتم مهاجمة مواقع للحرس الحدود وقتل في ذلك ضابطين رثبة عقيد وقتل فيها جنود وكانت أول عملية لداعش خارج إطار سوريا والعراق داعش فجروا داخل مملكة ليقل عن خمسة مساجد في المنطقة الشرقية وفي الجنوب وفي الرياض وفي أبهى في موقع قوات الطوارئ لذلك نحن متضررين من داعش اليوم ناهيك عن الخلايا التي تم إيقافها بجهود قوات الأمن الداخلي عندما أنشئ التحالف الدولي لمحاربة داعش المملكة كانت من أول الدول منضم لهذا التحالف ولدينا ضربات جوية تنفذها القوات الجوية أنا معك أن هذا في استنفاذ القواتنا وفي حرب على جبهتين ولكن مرة أخرى ألا ندافع عن أنفسنا أليست قواتنا المسلحة بنيت لهذا العمل أن تدافع عن أمننا الوطني هل ننتظر إلى أن يهاجمنا داعش في مواقعنا لا منهجيتنا اليوم مع التحالف أن نهاجم داعش في مواقعه وفي مناطق التي يسيطر عليها حتى ينحد من تأثيره خارج المنطقة التي يسيطر فيها وأعطيك مثال بسيط هناك دول أوروبية شاركت معنا في 2014 وعلى رأسها فرنسا ثم أحجمت عن المشاركة وانتظرت إلى أن أتى داعش وفجر داخل باريس ثم ماذا عملت؟ عادت مرة أخرى للالتحاك بالتحالف الدولي ضد داعش وهذه المقولة التي ذكرتها لك مقولة الملك عبد الله عندما قال لهم إن لم نحارب داعش وهو لا يزال محدود الخطورة سيصل إلى منازلكم الدولة أخرى تذكرون أن البرلمان البريطاني صوت ضد عدم مشاركة القوات البريطانية في القتال داعش في سوريا والعراق ثم عندما رأوا الخطر وصل إلى بروكسل وإلى باريس التحقت الآن القوات الجوية البريطانية لكتال داعش المملكة مستمرة في هذا الجانب ونحن ذكرنا ذلك في بروكسل في اجتماع وزراء الدفاع إذا وضع دول التحالف الـ 62 قوات لمحاربة داعش على الأرض المملكة ستضع قوات ولكن الناس فهموا الموضوع في إطار آخر نحن نتحدث عن قتال داعش موضوع المعارضة السورية المملكة ملتزمة بدعم المعارضة السورية حتى تستطيع من الدفاع عن الشعب السوري والجميع معلوم من موقف المملكة نحن ندعمها سياسيا وماليا وأسكرية طيب هنا الخشية دائما لأن الدول الكبرى التي تتحدث عنها كانت دائما ترفع شعارنا كتفي بالطلعات القوية بالضربات القوية ليه الخوف من القوات البرية أن تكون مستنقعا يعني هل الضربات القوية وحدها ليست كافية؟ لا يمكن أخي أن تعمل نحن نعلم في العمل المشترك هو عمل في ثلاث الأبعاد على الأرض وفي الجو وفي البحر في الحالة التي في سوريا والعراق تتكلم عن جماعات ليست قوات نظامية ذات تشكيلات تستطيع أن تهاجم مراكز قيادة وسيطرة أنت تعمل عمليات جراحية ولكن تستطيع أن تحتاج إلى شغل المراطق التي يتم إخلاءها من هذا الجماعات الأرهابية إذن نجب أن تضع قوات على الأرض وهذه التجربة نجحت في كردستان عندما تمت عملية تحرير سنجار من تنظيمات داعش الأكراد عندما وفر لهم الغطاء الجوي والضربات الجوية ثم تحركت قوات البشمركة واحتلت سنجار وطردت داعش من سنجار هذه المنهجية في العمل ولكن العمليات الجوية مستمرة من 2014 أني نحن الآن في تكريبا منتصف 2016 ولم نقضي على داعش طيب البعض يقول تقاتلون داعش ولكن السعودية تتحالف مع داعش في العراء لمواجهة الميليشيات الإيرانية من يقول أن المملكة تتحالف مع منظمات الراهبية المملكة لا تتحالف مع منظمات الراهبية المملكة منهجية التعامل مع دول وليس لنا منهجية إنشاء تحالفات مع منظمات خارج القانون لا سنية ولا شيعية ولا نؤمن بهذا النوع من الأمل المملكة دولة محترمة وهي إحدى ركائز الأمل في المنطقة فمن العبث أن نرسك بالمملكة تهمة التعامل مع داعش من يستطيع أن يقول أن المملكة تتعامل مع منظمات الراهبية إذا كان نحن متضررين من داعش كيف نتعامل مع داعش إذا كنا نهاجم في مساجدنا تحت مسمى داعش ولدينا كثير من الجرائم ترتكب تحت مسمى داعش فكيف نساند؟ العراق نحن لدينا موقف نحن نقول الطائفية المقيتة التي أنشأتها الحكومة الإيرانية بالتعاون مع الميليشيات العراقية الشيعية في العراق هي من أنتج داعش أين خرج داعش لنا؟ خرج كردة فعل اضطهاد القبائل السنية من قبل الميليشيات الشيعية التي أدخلتها إيران في العراق العراق وضعه اليوم ما هو؟ العراق مجزة ثلاث أجزاء جزء تحت سيطرة إيران والميليشيات الشيعية والجزء الآخر تحت سيطرة داعش والجزء الثالث تحت سيطرة الأكراد في الشمال إذن أين الدولة العراقية؟ الدولة العراقية قتلتها الطائفية التي أنشأها المالكي بالتحالف مع إيران ولذلك الوضع في العراق يختلف عنه في سوريا نشايف داعش في سوريا غير داعش في العراق؟ نعم داعش في العراق سببه اضطهاد الميليشيات الشيعية للقبائل السنية مما جعلهم يذهبون لحماية تنفسهم تحت سيطرة بقايا حزب البعث وبقايا الجيش العراقي وبقايا القاعدة لحماية نفسهم من ما يتقوم به الميليشيات الشيعية من اضطهاد وقتل وتهجير والجميع اليوم يتكلم عن عصار الفلوجة من يحاصر الفلوجة اليوم؟ ويقتل أهل هجوعا داخلها أليس سوت الميليشيات الشيعية في العراق؟ يعني اضطهاد الشيعة للسنة في العراق يؤدي إلى إلى نموة الجماعة المطرق؟ بالنسبة لنا الميليشيات الشيعية المتطرفة والميليشيات السنية المتطرفة كلاهما خطر وكلاهما إرهابي وكلاهما مجرم ولكن هناك سبب وفعل وهناك ردد فعل اضطهاد القبائل السنية هو من أنشأ داعش لو كانت الحكومة العراقية نظرت لجميع الشعب العراقي بعين واحدة وبعدالة اجتماعية واحدة لما نشأ داعش لبنان تم حظر الأموال والأسلحة اللي كان بيتم دعم الجيش اللبناني بها وقيل أنه ذلك لأنها تذهب في النهاية إلى حزب الله يعني موقفكم من حزب الله أيضا فيما يتعلق بالواقع العسكري طبعا حزب الله منظمة إرهابية كانت تعمل تحت شعار زائف وهو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ولكن الحزب ظل الطريق وبدل أن يقاتل إسرائيل أصبح يقاتل الشعب السوري نحن نقول ما علاقة حزب الله بما يحدث في سوريا بأي صفة حزب الله ميليشية ومرتزقة يذهبون للكتال مع بشار ضد الشعب السوري لم يتوقف أذاهم في حدود سوريا بل انتقل أذاهم إلى اليمن والجميع يعلم أن نشرنا وثائق تثبت أن حزب الله يدرب الميليشيات الحوثية على مهاجمة حدود المملكة العربية السعودية وعلى إيذاء الشعب اليمني هذا الحزب أو هذه الميليشية أنشئت تحت مبدأ زائف وهو قتال إسرائيل ومنذ 2006 لم تطلق طلقة واحدة ضد إسرائيل وبالتالي تحول هذا الحزب إلى منظمة لتفريخ المرتزقة والمقاتلين للكتال في الدول العربية يقاتلون في سوريا يقاتلون في اليمن ويقاتلون فيها والله يعلم أين سيقاتلون مستقبلا إذن موقفنا من هذه المنظمة الإرهابية والعالم العربي والحمد اتفق على تجريم هذه المنظمة وتصنيفها منظمة إرهابية ماذا يعني أن من يسيطر على مطار في بيروت هو حزب الله بأي صفة أليس يوجد دولة في لبنان يوجد حكومة هل من المعقول أن ننتظر إلى أن يصبح التعطيل لأنظمة الدولة في لبنان إلى أن تسير القمائم في الشوارع ولا يجدوا من يلمها يرضي من هذا الوضع ولبالتالي اليوم حزب الله يسيطر على مقاليد الحياة الاجتماعية والسياسية في اليمن وليس من المنطق أن ندعم هذا الحزب كذلك بالأسلحة والمواد العسكرية ليستخدمها ضد الشعب السوري في سوريا في لبنان يعني لو دعم الجيش اللبناني بالسلاح وبالأموال شايفه أن يتجي إلى حزب الله الذي يهيمن على الوضع في لبنان سؤالي الأخير حذك درست في القاهرة إحدى الدورات المتعلقة صحيح بفن التفاوض كانت إمتى يا سات العميد؟ في 2007 حقيقة تشرفت بإني درست في أكاديمية ناصر العليا في إحدى دورات إدارة الأزمات وفن التفاوض وبهذه المناسبة أمسي على لواء الدكتور جمال حواش الذي كان أحد المعلمين الفاضل في هذه الدورة لا تنسى الأساتيزة في هذه المواقف أبدا وأيضا في التعاون العسكري في مجال القوات الجوية لدينا تعامل كبير في مجال قوات الدفاع الجوي لدينا كثير من الطلبة تخرجوا من أكاديمية الدفاع الجوي في مصر وهم من الضباط المميزين في قوات الدفاع الجوي الملك السعودي نعم هذا صحيح فتوجه لحالك بالشكر أهلا وسهلا وإن شاء الله يعني حضرك على ثقة في أن اليمن سيستعيد شرعيته ونفسه من جديد وده هو أيضا استعادة لأمننا القوم العربي الذي كان مهددا على ثقة بذلك إن شاء الله ثقة بالله سبحانه وتعالى أولا ثم بإرادة الدول التي شاركت في هذا التحالف وبإرادة الشعب اليمني الشعب اليمني هو من سيستعيد أمنه واستقراره عميد أحمد عسيري بتوقع العلاق بالشكر ألف شكر مشاهدينا ألف شكر اشتركوا في القناة مشاهدينا مساء الخير كما لا يمكن أن يقوى العالم العربي بدون علاقات وفيقة بين مصر والسعودية أيضا لا يمكن أن ننجح في مواجهة الإرهاب بدون تعاون بين مصر والسعودية ضيفي من الأسماء المهمة والوجوه الشهيرة التي تطل علينا دائما وهي تتضفق بالمعلومات عند الحديث عن الإرهاب سواء داخل المملكة العربية السعودية أو في المنطقة عموما هو أحد المسؤولين الأمنيين البارزين في مواجهة الإرهاب وهو المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي ستلو أهلا بيك أهلا بيك أخوائل وحياك الله في بلدك الثاني المملكة ونعمل أن تكون زيارتكم إن شاء الله مثمرة ويعني تحقون من خلالها ما تصبون إليه إن شاء الله ستلو أهلا أنه يعني دائما نتابعك وأنت تتضفق بالمعلومات في مؤتمرات صحفية عند بعض الأحداث المهمة فيما يتعلق بالإرهاب يعني دعني أركز على ذلك في الحوار وحلاك دائما كمان بتهتم بالتجنيد على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي وهذه المشكلة هي لا تتعلق بالسعودية فقط يعني حتى يمكن أن يكون هذا الكلام مهما للمنطقة عموما وعندنا أيضا في مصر يعني هل من خلال معلوماتكم من خلال الأضايا التي تم ضبطها من خلال الاعترافات بعض الشباب تأكدتم بالفعل أن مواقع التواصل الاجتماعي من الأدوات التي يتم استخدامها من قبل الجماعات الإرهابية لتجنيد الشباب بسم الله الرحمن الرحيم بكل تأكيد الحقيقة القضايا التي تعاملنا معها في المملكة يعني أكدت لنا الحقيقة أنه كل تقريبا أو النسبة الكبرى من الذين يعني تورطوا في نشاطات ذات صلة بالإرهاب في المملكة تم تجنيدهم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي طبعا نحن عملنا يعني أو نعمل في المملكة على يعني التحقق الحقيقي يعني عملنا على مكافحة الفكر المتطرف وأغلقنا كل المساحات اللي يمكن أن تستغل في أي مكان للتجنيد أو للدعاية للنشاطات الإرهابية وأصبحت كل مثل هذه النشاطات مجرمة داخل المملكة ويتم الحقيقة تنفيذ العنظمة ذات الصلة فيها خاصة من قبل طبعا الجهات المختصة يعني هناك متابعة دقيقة من الجهات المسؤولة من المسؤولين في وزارة الشيون الإسلامية من المسؤولين في وزارة التعليم بالمملكة لمنع استغلال أي نشاطات يعني في دعم أو مساندة العمل الإرهابي أو الفكر الإرهابي على وجه الخصوص لما تقول هذا أغلقنا أغلقتم إيه؟ ليس أغلقنا بقدر ما يعني وضعنا كل الأماكن وكل النشاطات اللي يمكن أن تستغل في الدعوة للعمل الإرهابي أو في الدعوة على وجه الخصوص للفكر الإرهابي أو التأييد هذا الفكر وضعناها تحت الرقابة وننفذ الأنظمة اللي تجرم كل من يقوم بأي من هذه الأعمال وهذا العمل طبعا يعني تقوم به الجهات المعنية يعني لا يسمح الحقيقة لأي شخص أن يعني يستغل منابر المساجد في سبيل أنه يعني يؤيد فكر متطرف أو يدعو إلى فكر متطرف لا يمكن أن نسمح لأي معلم أن يستغل الفصل الدراسي أو أي نشاط مدرسي للترويج لمثل هذا الفكر أو للتأثير على أبناءنا في هذه الأفكار كل هذه المناشط الحقيقة تمت السيطرة عليها وتخضع لرقابة جيدة من قبل الجهات المعنية بها وهناك أنظمة اعتمدة في المملكة تجرم مثل هذه الأفعال وتسمح الحقيقة أو تفرض عقوبات على كل من يتم إدانته بارتكاب أي من هذه الأفعال تصل العقوبات في حدها الأدنى إلى ثلاث سنوات حبس ولذلك للأسف الشديد ظلت شبكات التواصل الاجتماعي هي الوسيلة الوحيدة التي تستطيع الجماعات الإرهابية النفاذ من خلالها إلى الشباب في محاولة منها طبعا للتأثير عليهم وفي ذات الوقت لتجنيدهم لتنفيذ جرائم إرهابية لمصالحها وبحمد الله ما نلمسه في المملكة أن الوعي الاجتماعي بلغ درجة عالية إلى حد أن أكثر من 70% من العمل اللي نقوم فيه أو تقوم به الجهات الأمنية على وجه العموم يعتمد الحقيقة على ما نتلقاه من معلومات تردنا من مواطنيين أو مقيمين في المملكة لدينا يعني جزء أساسي من عوامل النجاح هو أنه في وعي وأن عدد أن البعض المواطنين بيقدمون لكم المعلومات عن بعض المواطنين الوعي العام هو الأساس أن لم يكن هناك وعي عام وأن لم يكن هناك رفض من المجتمع للفكر الذي يؤدي للأعمال الإرهابية للتطرف بكافة أنواعه يعني مهمة الأجهات الأمنية تكون صعبة ما يجعلنا ننجح في المملكة أننا نعمل حقيقة يدا واحدة المواطن والمقيم ورجل الأمن وكافة المؤسسات الحكومية نعمل مع بعضنا البعض ولذلك نحن خصصنا رقم هاتفي فقط لاستقبال أي معلومات من أي مواطن أو مقيم عن أي حالة اشتباء قد يمر بها أو يلحظها سواء كانت في الحي اللي يقيم فيه يعني في العمل اللي يعمل فيه في المدرسة التي يذهب إليها في المسجد الذي يصلي فيه ونتعامل مع هذه المعلومات وتم الإبلاغ بالفعل أكثر أكثر من 70% مما نقوم به أو ما نحققهم النتائج الحقيقة تعتمد على ما يصلنا من المواطني والمقيمين عبر هاتف الاتصال 990 ومعروف للجميع في المملكة وهو رقم الحقيقة مخصص لمثل هذه البلاغات رقم يعني مؤمن وموثوق كل من يتواصل معه تبقى هويته يعني طي الكتمان نحافظ على سريتها ولذلك نحصل على الكثير من الاتصالات يوميا عبر هذا الهاتف ونقوم بمهمتنا في العمل الأمني في التحري عن كل ما يردنا من معلومات ومتى ما توفر لدينا أدلة كافية على صحة المعلومة ووجود شيء يخالف الأنظمة والتعليمات نبادر الحقيقة لمباشرته والتعامل معه طيب وهل تم ضبط حضرتك تحدثت عنه هل تم ضبط أئمة مساجد استغلوا المساجد ومدرسين استغلوا المدارس وأكد لك أنه في العشر سنوات وخمستعشر سنة الأخيرة هذا نادر لأنه الحقيقة يمكن هذه تمت في الفترة السابقة في الفترة التي واجهنا فيها تنظيم القاعدة التي بدأت من عام 2003 تقريبا ميلادية مع أول جرائم إرهابية شهدناها في المملكة لكن كانت محدودة وأمكن السيطرة عليها في البدايات أكثر الأخطاء الحقيقة لم تكن تهدف إلى العمل الإرهابي بقدر ما كانت نوع من الحماسة والدعوة إلى أمور لمسنا الحقيقة أنها تؤثر بشكل أو آخر في بعض الشباب وقد تقودهم إلى التورط في نشاطات ذات سلة بالإرهاب لكن المملكة حرصت الحقيقة منذ أن تعاملت مع تنظيم القاعدة ومنذ أن تمكنت من هزيمة تنظيم القاعدة وطرده من المملكة تمكنت الحقيقة من إصدار العديد من التشريعات عادت تنظيم الكثير من النشاطات وتمكنت من ذلك الحقيقة من إحكام السيطرة على كل المواقع التي يمكن أن تستغل وعلى كل النشاطات التي يمكن أن يتسلل من خلالها بعض من يؤيد هذا الفكر وبالتالي يحاول من خلالها أن يؤثر على الشباب أحدك قلت هزمنا تنظيم القاعدة وطردناهم من المملكة يعني التعبير يحتمل التأكيد هل تم القضاء عليه نهائيا؟ تنظيم القاعدة تواجد في المملكة في عام 2003 وارتكب العديد من الجرائم الإرهابية التي ذهب ضحيتها الكثير من رجال الأمن والمواطنين والمقيمين وتعرض آخرون الحقيقة إلى إصابات ولكن بتوفيق الله من خلال الجهد الأمني تمكننا من التعامل مع كل تلك العناصر ومع التنظيم الذي تمكنه من إقامته في المملكة وتم أما أن ألقي القبض عليهم أو تم قتلهم أو يعني بعض فلولهم الحقيقة وجدت فرصة في تلك الفترة وهربت من المملكة إلى مواقع أخرى المملكة الآن تواجه داعش وكانت هناك بعض العمليات الإرهابية المتنثرة هل تعتقد بأن داعش له وجود في المملكة ويتمكن من تجنيد بعض الشباب لتنفيذ عمليات إرهابية؟ داعش مسؤول الحقيقة عن ما يزيد على 22 جريمة إرهابية شهدتها المملكة خلال 18 شهر الماضية نتج عنها استشهاد أكثر من 54 مواطن أو مقيم وكذلك أكثر من 24 رجل أمن وإصابة أعداد أخرى داعش الحقيقة يستهدف المملكة الإرهاب لا زال يستهدف المملكة من خلال داعش في الفترة الحالية وهناك جهود قائمة في المملكة لمكافحة داعش وكل التنظيمات التي تم تصنيفها على أنها تنظيمات إرهابية ونعتمد كثير الحقيقة على التشريعات التي صدرت في المملكة والتي حددت التنظيمات الإرهابية وجرمت أي أفعال ذات صلة بهذه التنظيمات سواء كان تأييد أو انضمام أو مساندة بأي صفة كانت أو حتى تمويل كل هذه أفعال مجرمة بغض النظر كانت لمصلحة داعش أو كانت لمصلحة أي تنظيم آخر أو أي جماعة من الجماعات التي تم تجريمها في المملكة حددك تحدثت أيضا أو تحدثتم عن أنه تم تجنيد بعض الشباب السعوديين وتسفرهم إلى سوريا مع الجماعات الإرهابية هل تأكدتم من أعدادهم وهل يعود هؤلاء لتنفيذ عمليات إرهابية في السعودية طبعا معلوماتنا تؤكد أن أكثر من ثلاثة آلاف سعودي يعني سنفروا إلى مناطق الصراع الخاصة في سوريا منذ بدء الأحداث السورية في عام 2011 عاد منهم أكثر من سبعمائة ويعني سلموا أنفسهم أو ألقي القبض عليهم بعد عودتهم لا زال هناك طبعا أعداد باقية في أعداد طبعا لدينا معلومات غير مؤكدة يعني لم تتوفر الدلة كافية عليهم على أنهم قتلوا في معارك مختلفة في مناطق الصراع وفي صراعات طبعا لشاركوا فيها ولكن نعمل سوية الحقيقة مع أسر هؤلاء الشباب بالعادة أول من يبادر بشعارنا الحقيقة بأنه أحد الشباب السعودي سافر إلى سوريا أو انضم لأحدى الجماعات الإرهابية في سوريا هم يعني ذوي هذا الشخص هم من يبادر في العادة يبادرون في محاولة منهم للحصول على مساعدة من الجهات الأمنية للحيلولة دون خروجهم من المملكة طبعا هم تتوفر لدى الأهالي أحيانا معلومات عن نوايا بعض أبنائهم يعني في السفر وبالتالي يبادرون بالاتصال عبر الرقم 990 للأسف الشديد في حالات تكون متأخرة ونجد أنه الشخص المعني غادر المملكة وفي حالات نجد أن الشخص لم يغادر المملكة وبالتالي نتخذ الإجراءات اللازمة لمنعه من مغادرة المملكة والقبض عليه يعني العمل على القبض عليه إذا فعلا حاول السفر من المملكة فيما يتعلق ببعض الشباب أيضا اللي بيتم تجندهم في الداخل دون تسفيرهم إلى ماذا يعتمدون على العبث في عقول الشباب؟ يعني هل تم القبض على شباب تم تجندهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ عمليات إرهابية؟ بالتأكيد كل العمليات الإرهابية اللي شهدناها يعني خلال الثمانية عشر الماضي أو حتى الأكثرية الجرام الإرهابية اللي ارتكبها تنظيم القاعدة في الفترة اللي تواجدت فيها بالمملكة شارك في تنفيذها سعوديين يعني العمليات الأخيرة 22 عملية إرهابية استطيع القول أنه كلهم تقريبا كلهم سعوديين يعني في حالات استثناء بسيطة يعني يمكن العملية اللي شارك فيها شاب مصري لكن الغالبية العظمى هم سعوديين طبعا هؤلاء تم تجنيدهم عن بعد من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ووفرت لهم يعني المواد اللي كانوا يحتاجونها لتنفيذ الجرام الإرهابية التي ارتكبوها لكن العمل الأمني قائم في المملكة الحقيقة نعمل سوية مع المجتمع يعني المكافحة هذه الأعمال ومحاولة القبض على مثل هؤلاء الشباب الذين يتم فعلا تجنيدهم قبل أن يتمكنوا من ارتكاب أي جرام إرهابية يعني يمكنني القول الحقيقة أنه منذ أن ظهر تنظيم داعش يعني كجماعة أو تنظيم إرهابي وبدأ يمارس النشاطات الإرهابية قبض على أكثر من ألفين شاب سعودي داخل المملكة خلاف الذين تمكنوا من الخروج من المملكة ونحن وضعنا صفحة على شبكة الانترنت أسميناها نافذة التواصل بإمكان أي شخص أنه يرجع لهذه الصفحة ويلمس الحقيقة أو يرى جنسيات وأعداد الأشخاص الذين تم القبض عليهم في أي فترة زمنية هذه طبعا نافذة تعكس الحقيقة كل الموقوفين في السجون الأمنية حاليا سواء من المحكومين أو ممن يعني يخضعون للتحقيقات أو ممن يخضعون للمحاكمات في قضايا ذات صلة بالنشاطات الإرهابية لكن العدد ككل يعني إذا نظرنا لكل من تم القبض عليهم في المملكة في قضايا ذات صلة بتنظيم داعش الإرهابي أو جماعات إرهابية أخرى وكذلك من هم محكومين بالحبس نتيجة تورطهم في جرائم ارتكبها تنظيم القاعدة سابقا في المملكة العدد يبدو لي يعني أقل من 6000 يعني يمكن يصل إلى 5500 تقريبا لكن هذه كلها موجودة على شبكة الانترنت وبإمكان أي شخص الحقيقي أنه يرجع لشبكة الانترنت ويستعرض نافذ التواصل ليقف على تفاصيل الأعداد أو الأشخاص الذين تم القبض عليهم عايز أذكر المشاهدين بس بقضية الشاب المصر اللي تورط فيه عملية إرهابية هنا ما طبيعة هذه العملية؟ هي كانت عملية انتحارية نفذت في أحد المساجد في المنطقة الشرقية وشارك فيها مواطن سعودي وكان معها الحقيقة أيضا مقيم مصري يعني شاب مصري السعودي طبعا فجر الحزام الناسف بعد ما تمت إعاقته من الدخول للمسجد الحمد لله يعني بتوفيق الله وبتواجد رجال الأمن في الموقع وبمساندة من المصلين في المسجد أمكن الحيلولة دون تمكنه من دخول المسجد ففجر نفسه عند باب المسجد في حين أنه الشاب المصري تمكن المصلين بمساندة من رجال الأمن من القبض عليه وهو يعني حسب معلوماتي كان مصاب طبعا وكان يتلقى العلاج ولكن يخضع حاليا للتحقيقات آه يعني هنا تم تجنيده داخل السعودية هو مقيم بياما لا أعرف الحقيقة تفاصيل كيف تم تجنيده يعني كيفية تجنيده يعني لا تتوفر عندي معلومات عنها ولكن هو قيد التحقيق حاليا في سبيل معرفة يعني كيف جند ويعني كيف تورط في مثل هذه الجريمة ما هي الأسباب التي أدت به إلى يعني تورط في ارتكاب مثل هذا العمل طيب حضرت بتهتم أيضا بقضية بالحديث عن قضية التمويل وكان فيه تصريحات نسبت إليك أيضا وأثارت جدلا متعلقة بأن بيتم استغلال العمل الإنساني والخيري في تمويل الجماعات الإرهابية وربما أخذها لبعض كعنوان أنه النظام المالي في السعودية يشجع على ذلك هل يتم استغلال العمل الإنساني والخيري في الإرهاب؟ هذا للأسف الشديد اللي أنا ذكرته في هذا الموضوع أنا كنت أتحدث عن فترة ما قبل حتى ظهور تنظيم القاعدة كنت أتحدث عن فترة الحرب في أفغانستان في مواجهة الاحتلال السوفيتي في الثمانينات الميلادية والنظام المالي في المملكة يعني يخضع لرقابة صارمة تحول الحقيقة لا أستطيع أن أقول أنه لا يمكن أن تحصل محاولة لكن يخضع الحقيقة لرقابة صارمة يعني تحول بعون الله تعالى دون أن يتمكن أحد من استغلاله في أي عملية يمكن أن تمول الإرهاب نحن يعني تمويل الإرهاب يعتبر جريمة في المملكة ومن يتتوفر أدل على تورطه في جمع أموال أو تمويل نشاطات أو جماعات إرهابية يتم القبض عليه ومحاكمته ويعني إقاع العقوبات عليه لدينا في وزارة الداخلية إدارة مختصة في التحريات المالية تتعامل أو تتعاون الحقيقة وتنسق مع مواسطة النقد العربي السعودي للتحقيق في أي صفقات مالية مشبوهة اليوم طبعا في المملكة يعيد تنظيم كل الأعمال الخيرية ويعيد تنظيمها وبالتالي لا يمكن لأحد في المملكة اليوم أن يقوم بجمع الأموال لأي عمل خيري أيا كان إلا أولا أن يكون جهة مرخصة من قبل الجهات المختصة وثانيا أن يجمع الأموال بالطرق النظامية من خلال حسابات بنكية أو في مواقع مباشرة ولا يسمح اليوم لأحد أن يجمع الأموال في الأسواق العامة أو عند المساجد أو عند المدارس أو يمارس هذا النشاط بأي صورة كانت يتم القبض عليه فورا وطبعا التحقيق معه وإذا ثبت تورطه في نشاطات ذو الصلة في الإرهاب عمل بموجب أنظمة مكافحات الإرهاب وإذا ثبت أنه كان يجمع الأموال أيضا لأسباب أخرى أيضا طبعا يعاقب في ضوء الأنظمة التي تمنع جمع الأموال من غير جهات الاختصاص لكن هل تم القبض بالفعل على بعض الشخصيات التي تمول الإرهاب نقبض على كل من تتوفر أدلة على قيامه بجمع أموال لنشاطات أو جماعات رهابية أو تمويل هذه الجماعات قد يكون صاحب مال ويستخدم مالا لتمويل هذه الجماعات وهناك الكثيرين من من يتم محاكمتهم أو حكم عليهم ويقضون عقوبتهم في الحبس حاليا نتيجة تورطهم في نشاطات ذو الصلة بتمويل الإرهاب يعني هدخل من ده فيما ولأنك من المسؤولين المهمين في مواجهة الإرهاب جماعة الإخوان هل تتعاملون معها على أنها جماعة إرهابية المملكة أصدرت بيان حددت فيه الحقيقة كافة التنظيمات التي صنفتها عنها يعني تنظيمات إرهابية واجتملت هذا أو اجتمل هذا التصنيف على جماعة الإخوان وأيضا اجتمل على جماعة الحوثي ومؤخرا تنظيم حزب الله كل هذه طبعا مصنفة كجماعة إرهابية ويعني تصنيفها أن كل الأنظمة المطبقة في المملكة لمكافحة الإرهاب وتوميل الإرهاب تنطبق على هذه التنظيمات وتنطبق على كل من يتعامل مع هذه التنظيمات والقوانين والأنظمة في المملكة يعني واضحة تجرم الأنظمام تجرم التأييد تجرم التمويل تجرم أي صلة كانت بهذه الجماعات أي صلة يعني من يعلن انتمائه بهذه الجماعات يلقى القبض عليه يصبح الحقيقة خاضع لهذه الأنظمة وتنفذ الأنظمة بحقها وبالتالي هنا لأن الحياة فيه لبس أحيانا البعض يقول أنه بعض الشخصيات الإخوانية التي تعيش في السعودية ربما يعني تقوم بتمويل بعض العمليات الإرهابية في مصر هذا لا يمكن أن يتم من المملكة إطلاقا يعني أولا توفر أدل على أنك تنتمي لهذه الجماعة وهي مصنفة في المملكة كجماعة إرهابية يعني أن هناك نظام يجب أن يطبق عليك وإضافة لذلك أن تقوم بتمويل حتى لو لم تكن تنضم أو تؤيد هذه الجماعة أن تقوم بتمويل هذه الجماعة من المملكة تأكد أنه سيتم منع ذلك وثانيا من يقوم بمثل هذا العمل سيتم القبض عليه ومحاكمته لكن دعني وضح نقطة الحقيقة في هذا الخصوص يعني من داخل المملكة لا تستطيع حاليا أن تقوم بأي نشاط أو إجراء لتمويل جماعة إرهابية هناك البعض الحقيقة من من للأسف يعني يستغلون أو يستغلون من قبل بعض التنظيمات الإرهابية في محاولة منهم لدعوة الناس للتبرع لمواقف إنسانية مختلفة ولمساندة أصحاب حاجة في بعض المجتمعات الإسلامية من خلال الإحاءة برقم بنكي في دولة ثالثة ومطاربتهم بتحويل أموال على هذا الحساب في سبيل أن الأموال تجمع في مكان خارج المملكة لكن حتى هذه الحالات لا نسمح بها ومتى ما لاحظنا الحقيقة أن هناك عملية تحويل أموال على حساب بنكي خارج المملكة يتم رصد مثل هذا الحساب والتعامل معها من خلال تجميد الأموال ومنع تحويلها إلى الحسابات الأخرى وأيضا نحرص على التعاون مع الدول الأخرى المعنية في هذه الحالة يعني كالتواصل مع الجهات المختصة في الدولة التي قد تستغل بنوكها في فتح حسابات تستخدم في تمويل جماعات الأرهابية حتى تتعامل مع مثل هذه الحسابات وفق الأنظمة المرعية والمعمول بها في الدولة المعنية هل حدك تتذكر هل هناك أسماء تم القبض عليها لأنها تنتمي لجماعة الإخوان مثلا على اعتبار أننا في مصر والله أخي شوف يعني لا استطيع أن أدخل في تفاصيل وأحفظ أسماء لكن لو ذهبت إلى نافذة التواصل ستجد فيها ما يشير طبعا لا نشير في النافذة إلى الأسماء كاملة لكن نشير للحرف الأول من كل اسم الرباعي لكل شخص ونذكر الجنسيات كل من تتوفر أدلة كافية على انضمامه لهذه الجماعات أو تأييده لهذه الجماعات التي صنفت كجماعات إرهابية في المملكة أو تأييده لها أو مساندتها بأي صفة أو تمويلها تأكد أنه سيتم القوض عليه ومحاكمته وتطبيق العقوبات بحقها قضية المخدرات أيضا من الأضايا التي تهتم بها وأحيانا تمزجها بقضية الإرهاب هل يمكن أن تكون هناك علاقة بينهما وإلى أي مدى يعني زيما الإرهاب يدمر الشباب أيضا المخدرات تدمر الشباب هل معدلتها في المملكة العربية السعودية كبيرة؟ في حقيقة الأمر نحن نواجه مشكلة مع أقراص الأنفيتامين وأيضا مع مادة الحشيش المخدرة يعني هناك كميات كبيرة على الأخص مادة الأنفيتامين الأنفيتامين هناك محاولة لإغراق المملكة بأقراص الأنفيتامين يعني نضبط الكميات كبيرة جدا هي حبوب تدخل على أنها دواء؟ لا أبدا هي تهرب يعني تهريب تدخل للمملكة عبر وسائل التهريب يعني وللأسف الشديد يستهدف بها الشباب وخاصة طلاب المدارس على أنها قد تساعدهم مثلا في الدراسة أيام الامتحانات إلى آخره من الأوهام التي تمنحهم التركيز والقوة يبيعونهم الحقيقة هذه الأوهام ولذلك نحرص كثيرا على التوعية الشباب يعني حتى لا يقعوا الحقيقة فريسة لهذه الأوهام وتبنت وزارة الداخلية مشروع وطني للوقاية من المخدرات تم تسميته بن براس يتم بالتعاون مع كافة الجهات يعني المختصة في المملكة ولكن في ذات الوقت الحقيقة لازمنا نواجه هذه المشكلة ونحبط الكثير من عمليات ومحاولات التهريب في شيء يتم من قبل الجمارك مباشرة وفي محاولات تتم عبر الحدود تتعامل معها رجال حرص الحدود في المملكة وأيضا حرصنا الحقيقة من خلال سياسة المملكة في مكافحة الأرهاب أن نعزز التعاون مع كافة الدول الشقيقة والصديقة خاصة الدول التي ممكن أن تستغل أراضيها لعبور المواد المخدرة إلى المملكة أو أن تستغل أراضيها لإنتاج المواد المخدرة وبالتالي تصديرها أو محاولة تهريبها إلى المملكة من هذه الدول وتفيد كثيرا الحقيقة مثل هذه الجهود هناك تعاون جيد مع مختلف الدول العربية وتمكننا من خلال هذا التعاون من إحباط تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة وأيضا ساعدنا تلك الدول الحقيقة على أن تكشف بعض النشاطات القائمة على أراضيها وأن تقبض على أشخاص لهم صلة في إنتاج بعض هذه المواد المخدرة وبالتالي تصديرها للمملكة أو تهريبها للمملكة وهل هناك علاقة مع الإرهابية؟ هل يمكن أن تلقى بعض التنظيمات الإرهابية للمخدرات كإحدى وسائل التمويل؟ الحقيقة أنه لا نستبعد ذلك إطلاقا لا أستطيع أن أؤكد أنه عندنا أدلة أو توفر لنا أدلة تؤكد وجود ارتباط لكن هناك دائما علاقة ولو كانت علاقة غير ظاهرة فيما بين الجماعات الإرهابية وما بين منظمات تهريب الأسلحة والمخدرات حتى الأسلحة هناك أشخاص ينشطون في تهريب الأسلحة ولا يترددون عن أن يبيعونها لجماعات إرهابية لأنهم يهمهم أن يحصلون على المال الذي من أجل هربه هذه الأسلحة ولذلك الصلة غير مستبعدة أطلاقا لكن من يتابع الحقيقة الآن تجارب الكثير من دول العالم في التعاون مع الإرهاب أن هناك الحقيقة يعني رؤية الآن أو أدلة توفرت عند الكثير من الدول عن استغلال الجماعات الإرهابية لبعض المواد المخدرة خاصة أقراص الأنفيتامين في سبيل يعني أعطاء المقاتلين هؤلاء أو الأشخاص الذين يزجبهم في النشاطات الإرهابية شيء من الحيوية والحماسة وهناك تقرير صدر مؤخرا عن أمام المتحدة يؤكد أن سوريا أصبحت من أكبر المنتجين لأقراص الأنفيتامين بالعالم وأن الأقراص هذه تستخدم من قبل كافة الجماعات المتصارعة وأكثرية الجماعات المتصارعة في سوريا يعني يتم إنتاجها في سوريا وتستخدمها الجماعات المتصارعة وتصدر يعني تستهدف فيها منطقة الخليج على وجه الخصوص لتمويل الإرهاب هنا لتمويل الإرهاب والاستهداف الأبناءنا الحقيقة يعني أنت إذا أردت أنك تصل أو تتسلل من خلال شبكات التواصل الاجتماعي بالطرق غير مباشرة أن تتسلل إلى عقول الشباب تريد أيضا أن تضع الشباب أول في الحالة التي يمكن تجعلهم يستجيبون لما تقوم ببيع عليهم من أوهام عبر هذه الشبكات وبالتالي الاستهداف بالمخدرات قد يكون يمثل الطريق الطريق اللي مهد لاستهداف هؤلاء الشباب بالأفكار الإرهابية بعد ذلك طيب بعد الإعلان عن حزب الله منظمة إرهابية هل تمت ترحيل كما أكد بعض الشباب اللبنانيين الذين ينتمون لحزب الله بعد هذه الحطوة؟ لا أتذكر الحقيقة أنه رح الشخص بهذا الشكل إطلاقا أنا أكد لك أن المملكة لا يمكن أن تقوم بأي عمل إلا في ضوء أدلة تتوفر وأدلة تكون كافية لأنه في أكثر الحالات لابد من أحكام قضائية في التعامل مع الأشخاص والقضاء لا يمكن أن يقبل قضية بدون أدلة كافية لكن فيما لو توفرت الأدلة فسيتم ترحيل الشخص لأنه النظام كان واضح جدا ولا يمكن أن نتهاون في تنفيذ الأنظمة وأنا بختم مع حضرتك لما تبقى حضرتك مسؤول أمني كبير لمواجهة الإرهاب صحيح حضرتك تحدثت عن هذا الموضوع لكن حتى يتبعه المشاهد المصري لما تقول أنه ابنك نفسك كان كاد يتعرض لفكرة العبث في عقول الصغار يعني وأن لو لا تدخلك كان يمكن أن نجده في العراق أو في سوريا أو في الصوماليا هل يمكن أن يحدث ذلك كتجربة شخصية لمسؤول أمني كبير؟ أولا القضية ليست مرتبطة بكونك مسؤول أو كونك غير مسؤول يعني كل المجتمع كل أفراد المجتمع رسالتنا للمجتمع في المملكة محددها الحقيقة في أن كل واحد مننا عرضة لأن يفقد أحد أبناء أو يفقد عزيز لديه بسبب الإرهاب للأسف الشديد ما اتضح لنا من خلال العمل الأمني ومن خلال التحقيقات التي نقوم بها أن هؤلاء يعني يتمكنون من التسلل إلى عقول بعض الشباب للأسف ويستدرجون هؤلاء الشباب لتنفيذ جرائم إرهابية يعني لتحقيق مصالحهم في المملكة ولذلك يهمنا كثيرا أن يكون كل مواطن في المملكة كل مقيم في المملكة على يقين الحقيقة بأنه ليس مستبعت يعني بعض الناس يعتقد أنه في منأة وأبناءه في منأة الحقيقة من هذا التأثير الجماعات الأرهابية ورسالتنا دائما أنه ليس فينا أحد في منأة من ذلك علينا أن نكون على قدر المسئولية وأن نتأكد الحقيقة من أننا قمنا بما يكفي وما يلزم لتحصين بيوتنا تحصين أبناءنا من أن يكونوا عرضة لأفكار هذه الجماعات وبالتالي تستطيع هذه الجماعات أن تؤثر عليهم وأن تستغلهم في ارتكاب جرائم ونشاطات إرهابية وهذا الحقيقة الأمر الذي ساعد على رفع مستوى الوعي في المملكة وساعد بأن يكون المواطن والمقيم يعني رجال أمن نحن دائما نطلق عليهم رجل الأمن الأول وهم كذلك هم أقرب مننا لكل شيء يعني نحن رجال أمن لا يمكن أن نتواجد في كل بيت ولا يمكن أن نتواجد مع كل شاب ولا يمكن أن نتواجد في كل مكان ولذلك المواطن أقرب مننا دائما أقرب مننا لبيته أقرب مننا لأبناءه أقرب مننا لأبناء الجيران أقرب مننا للزملاء في المدرسة أو الطلاب عنده في المدرسة وبالتالي رفع مستوى الوعي ما كان ليتم في المملكة لو لم الحقيقة نحرص كثيرا على تعزيز هذه المفاهيم لدى المجتمع السعودي وبالتالي كسب الدعم الذي يقدمونه لنا والذي مكننا الحمد لله من أننا فعلا نستطيع أن نسيطر على الوضع الأمني في المملكة وأن نحول دون أن يتمكن هؤلاء من الأخلال بالأمن والاستقرار فيها في أحكام الأعدام فيما تعلق بالتنفيذ وبعض أحكام الأعدام تنفس بالرصاص وبعضها بالسيف يعني هل ده يغضع لإجراءات محددة ولا يمكن بأي وسيلة يعني يعني ربما أنك لو وجهت مثل هذا السؤال للجهات المختصة بوزارة العدل قد يكون لهم إجابة أفضل الحقيقة في تفسير لكن المعروف بالمملكة هذا ليس جديد المملكة تستخدم تنفذ أحكام الأعدام بالسيف بالدرجة الأولى في حالات الحقيقة ينفذ فيها الأعدام بالرصاص لكن لست من المختصين الحقيقة الذين يمكن أن يبررون يعني متى يتم التنفيذ بالرصاص ولماذا يستبدل الرصاص في بعض الحالات عن التنفيذ بالسيف لكن في الغالب الحقيقة كافة أحكام الأعدام في المملكة تنفذ بالسيف أحد أهم المسؤولين الأمنيين البارزين في مواجهة الإرهاب المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي بتوجه لها لك بالشكر ألف شكر حياك الله أخوان أهلا وسهلا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة